السلام عليكم يعطيكم ألف عافية كيف حالكم سنافرنا الأعزاء هلا إن شاء الله رح نكمل المحاضرة الثانية اللي كتشرتوه من مادة الهيلث إيكانوكس تمام إن شاء الله أنه المحاضرة الأولى كانت سهلة وتطيفة وتكون فمتها وفمتها منيح هاي المحاضرة اللي سأسهل وأحلى وأمتع كمان رح نكي فيها عن موضوع شو رح نكي فيها عن موضوع الهيلث كير اللي هي الرعاية الصحية طبعا كيف أنت مثلا لما تمرض ممكن تروح على المركز الصحي ممكن تروح على المستشفى كيف برضو كمان بتروح مثلا على الصيدلية بيجيب أدويتك هاي كلها هي الرعاية الصحية طبعا الدولة بتقدمها إلك كمواطن موجود بهاي الدولة والمستشفىات أنواع والمراكز الصحية أنواع والهيلث كير أنواع ومراحل فهاي كلها إن شاء الله رح نناقشها بمحاضرة اليوم تمام بس هيك كمقدم يا أول شي هي محاضرة اتنين عنوانها الهيلث كير رح نناقش فيها إن شاء الله كل هدول الأفكار كل ما نخلص واحدة بنيجي ننكس عليها طبعا هذا اللي اشي أنا بعمله بس هيك لكم من باب ترتيب الأفكار حتى الأفكار ما تدخل بعض يعني بتعرفوا العنوين بالزلط شو هي اللي انتوا لازم تكونوا فاهمينها تمام؟ فإحنا هلا أول شي بنا نروح نتعرف شو يعني هيلث كير بشكل عام نوقد مقدم عنو بعدين بنبلش نحكي عن هدول العنوين واحد واحد ونفهم واحد واحد هلا شو هي الهيلث كير؟ شو هي الرعاية الصحية هاي اللي ممكن إحنا نحصل عليها؟ بحكولنا إن الهيلث كير is the product يعني هي نواتج نواتج شو is the product of health care services هي نواتج الخدمات الصحية خدمات المرافق الصحية اللي احنا بنروح عليها delivered through personal and public health services يعني إن هدول الهيلث كير سيرفيس سواء كانوا بيرسونل أو بوبلك يعني سواء كان مثلا عيادة أو مستشفى بيرسونل يعني مثلا خاصة حدا عملها أو بوبلك مثلا الحكومة عملتها للكل هاي الهيلث سيرفيس سواء كانت خاصة مش خاصة حكومة بصر شو كلياتها البرودكت النواتج تعونهم لهاي الخدمات الصحية هاي احنا نسميها الهيلث كير فالهيلث كير بتيجي من هيلث كير سيرفيسس يعني الهيلث كير سيرفيسس هم عبارة عن الخدمات اللي احنا مقدمهم فهيكا المريض بيحصل على الرعاية الطبية من الخدمات الرعاية الطبية فهمتو كيف؟ ما يعنيه هلا هون بحكولنا إنه هي عبارة عن رعاية شامل زي ما مكتوب هون بتشمل انه انت كمواطن لازم احنا نحميك لازم احنا نعالجك لازم احنا ازا صار عندك حادث تخضع لها والله علاج طبيعي علاج وظيفي عمليات كل هاي الشغلات الأدوية كله كله بشكل جدا شامل رعاية شاملة هاي بتكون شو الهيلث كير فبيحكولنا فبيحكولنا يعني اشي شامل يعني رعاية شاملة اوكي؟ تم هلا هي شو بتشمل؟ بتشمل اول شي البروموشن يعني تقوية الصحة زي مثلا شو زي الهيلث اديوكيشن إنه نواعي المواطنين شو يعملوا شو يأكلوا شو يمارسوا رياضة وهكذا وتشمل تغيب الصرفات الأفضل للأفضل زي ما هو مكتوب يعني انه مثلا البروموشن كيف انا ممكن اعزز صحة الأفراد زي اني مثلا احاول قلل التدخين احاول ازيد ممارسة الرياضة والكلة الصحية وهي القصص تمام؟ فهاي هي بالنسبة لأول شي بالرعاية الصحية انه البروموشن اللي هو دعم وتعزيز صحة الأفراد اللي هي اساسها بتكون موجودة ثاني اشي البروتيكشن البروتيكشن معناها وقاية وقاية مشو وقاية من الأمراض زي شو زي موضوع المطاعيم تمام؟ هلا المطاعيم هاي احنا بس ناخد مطعوم علشان شو عشان والله متلا ما يصير عنا عدوى معينة فبيحكولنا بروفايد باي اسبيسيك سكيجول ستارتنك ان ايرلي تشايدهود يعني هاد في عنا جدول سكيجول معناها جدول هاد شو ستارتنك بيبلش بالايرلي تشايدهود يعني شو بالطفولة المبكرة تمام؟ وهون احنا البابي من اول ما ينولد بتعرف اكيد انتو بتصير اما كل اسبوعين تصير تروح تعطينه مطعوم صح؟ فهاد الاشي ليش؟ عشان البروتيكشن عشان انا احميه اساسا من انه يصير عنده اي عدوى او اي امراض مثلا يموت تمام؟ فاحنا بنعمل بروموشن بنعزز الصحة للأفراد انه يسلكوا سلوكيات صحيحة اثنين بنعمل بروتيكشن بنعمل وقايا من الامراض ثلاثة بالرعاية الصحية شو بنعمل؟ بنعمل كيوريتف كير شو يعني كيوريتف؟ كيوريتف يعني علاج فانا لو في عندي اساسا مرض انا بعمله شو علاج بكون كيوريتف كير يعني بقدم انا علاج فبيحكولنا هادش ممكن نكون ميديكال ميديكال معناه شو عن طريق الادوية او سيرجيكال عن طريق العمليات الجراحية تمام؟ اوكي ورابع شغلة بالهيلث كير ممكن احنا نعملها اللي هي الري هابيتيشن شو هو الري هابيتيشن؟ يعني مثلا لو واحد اتعرض لجلطة معشي هاي بيشنت نعم شو معناها جلطة دماغية تمام؟ الترخي هي الجلطة الدماغية لو واحد اتعرض لجلطة دماغية لانتحدث عن جلطة دماغية اعتقل في عنده سيبي بريل سيبي بريل سيبي شل Lobster خIAMن شلل اتعرض لجلطة دماغية هذا انطلب فبدي ع edd حول الري هابيتيشن يعني انو انا ارجع الاشي زي ما كان اعطي مثلا اللي هي هاي الفيسيوثيرابي اللي هي شو العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وهاي الاصص فهيك انا بعمل ريهابيتشن عشان هو يرجع زي ما كان قبل المرض وقبل الصدمة اللي صارت معاها بحيات تمام فاحنا عنا الرعاية الصحية بتشمل اربع شغلات ادوهم معاي البروموشن تعزيز الصحة اللي اساسا هي موجودة اتنين نحمي الصحة من اي امراض من اي انفكشن من اي عدوى من اي بكتيريا عن طريق مثلا اللي هو التطعيم ثلاثة لكيوريتف كير انو ازا في مرض اساسا اعالجه بالادوية او بالعمليات واربع الريهابيتشن انو يرجع الانسان زي ما كان هو قبل مثلا ما ينجلت قبل ما ينشل عن طريق الفيسيوثيرابي اللي هو العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي تمام هلا بحكولنا انها هاي عبارة عن سيستيميك اكتيبيتيز عبارة عن نشاطات بتكون احنا سيستيمي مكون مرتبين لها منيح عشان نمنع الامراض يعني عشان امنع حدوث الهيلث بروبلم او عشان اعالج الهيلث بروبلم لموجودة وبرضه بعمل على شو بعمل يعني احنا بنضمن انو احنا يعني يعزز انو الناس عندهم شو صحة منيحة وامورهم تمام هاي هم يعزز او يشجع ان يكون في عندي تمام اوكي فايك احنا شو تعالوا نكمل هون شو بحكولنا بالسلاة اللي بعده عنها بحكولنا انو الهيلث كير يعني انا لما اجي اقدم رعاية صحية لانسان مثلا مريض شو بيشمل اول اشي شو يعني كلمة معناها تشخيص تمام فانا بعمل يعني بشخص هذا المرض هذا المريض شو في عنده مرض تمام هدا واحد اثنين معناها علاج انا عم بقدم علاج لهذا المريض ثلاثة يعني منع مثلا حدوث امراض اخرى معناها منع فانا شو هيكا بكون عم بمنع انو يصير عنده اي مرض تاني بعده عن мужчины بقري different socks بني اين نيين مرضめ او إلناس او إنجري اللي هي الآصابه اوrr او متال عقلي معنى خلال تماما فانا بمنع اي خلال بالجسم او بالعقل او بمنع اي مرض بمنع اي إصابة عن طريق هاي الهيلث كير فأنا هاي الهيلث كير بكون فيها أعالج المرضى بكون فيها أمنع إصابتهم بكون فيها أدير باري عليهم ويعطيهم مثلا مطاعم بكون مثلا اللي بيصير عنده شلل بحاول أنا أعطيه مثلا علاج طبيعي ووظيفي عشان هو يرجع زي مكعن وهاي الأصص تمام هلا بحكولنا إنه الهيلث كير من ممكن يقدمها للمرضى بحكولنا الهيلث كير اللي هي لكل تخصوصات طبية مش بس طب الميديسن هو رقم واحد أكيد الطب هو لأول ناس بيعطوا رعاية صحية بس مش لحالهم برضو الدينتستري اللي هم شو طب الأسنان برضو كي معا أكيد هم مهمين تقديم رعاية صحية ثلاثة نيرسنج اللي هم شو الممرضين تمام الممرضين الفارماسي اللي هو مين اللي هو الفارماسي مغيرة الصيدر اللي هو مساعدة الطبيب وعند أذر هيرث كير بروفايدر فأي حدا تعني بيكون له دخل تخصوصات طبية زي جماعة التحاليل زي جماعة علاج طبيعي ووظيفي تغذية كل هاي القصص كلهم بيشاركوا بعملية الهيلث كير تمام؟ أوكي فهيكي احنا بكون أخذنا مقدمة شو يعني هيلث كير هكا احنا يا أعزائي بنكون خلصنا زي بحكي على المقدمة عن هيلث كير خلينا نبلغ هلأ موضوع موضوع أول إخي بنناخده سبيسيفيك عن الهيلث كير هو تقديم الرعاية الصحية ما بتكون كلها بنفس الدرجة لكل الناس بتكون هي على مراحل يعني حسب مثلا مرض الإنسان حسب مشكلة الإنسان يعني واحد مرشح مثلا مش زي واحد مشلول صح؟ واحد عنده مرض مزمن بالقلب الممكن يموته مش زي واحد والله يصبعه مجروح صح؟ ففيه في مراحل أو درجات للهيلث كير اللي راح تقدم للناس تعالوا نتعرف عليهم هاي هم هون اللي هم هلا اللي هو مراحل أو درجات خلينا نحكي تقديم الرعاية الصحية احنا بنقسمهم لثلاتة اللي هي المرحلة تقديم الرعاية الصحية الأولية اللي هي الأولية بتكون هاي تمام أما السكندري هاي هي سكندري هيلث كير اللي هي تقديم الرعاية الصحية اللي بكون ثانوي والتير شريء اللي هو تقديم الرعاية الصحية اللي هو صحية اللي هو بكون بالدرجة شو أو بالمرحلة التالفة تمام هلا قبل ما نبلش نقرأ عنهم خلينا نحكي أحكي لكم عنهم أفهمكم شو هم بعدها بنروح احنا شو بالله بنقرأهم هناك تمام هلا موضوع اول شي البرايمري هيلث كير هذا بيكون شو هو اشي اولي شو يعني اشي اولي اشي اولي معناها انه هو اول ما تتعب انت تارك بتروح عنده تمام يعني للحالات البسيطة خانيحكي لا مثلا انت رشحت انت رأسك مفضة بتروحي هناك تمام فهذا هو موضوع البرايمري هيلث كير هو اول مكان انت بتروح عليه لما انت تتعب وهذا بالعادة بيكون زي مثلا الطبيب العام طبيب الاسرة يعني زي هيك فهمتوا كيف يعني ما بتروح انت مثلا عند مريض وقلب او بصر شو لما ترشح صح؟ بتروح بس هيك على طبيب عام هدا هو البرايمري هيلث كير هلا السكندري هيلث كير هدا بيكون شو هدا هو اللي بيكون حكينا التاني مرحلة هدا لأ هون بيكون في عندي تخصص يعني هون مثلا انا والله الطبيب العام الاول حولني مثلا ع دكتور باطني خلني حكي هدا اكتب لكم مثلا مثلا موضوع الباطني رحت ع دكتور باطني والله يطلع مرض طلع اشي واشي هون فيه انا عندي بلشت اروح على جماعة التخصص وكذا فمتو كيف فالبرايمري كنت اروح على عيادة عامة دكتور عام اما السكندري لا بروح انا على شو بروح انا على واحد متخصص والله الباطني مثلا يشوف لي شو مشكلتي لان شكلها مشكلة وبلشت ادخل مثلا العيادات بالمستشفر هلا التالشري هاي لسه مرحلة بتكون متقدمة اكتر للامراض الاخطر كتير مثلا بتكون مثلا طبيب الباطني حولني مثلا ع دكتور مختص باطني قلب مثلا او كذا فمتو كيف فكتير بكون هون زي ما تحكوا هون درجة العلم بتكون عند الدكتور بتكون كتير يعني هو مثلا بروفسور او دكتور او كذا فانحنا عندنا هكا زيك اننا بنمشي بالتدريج مع المرضى اول اشي بكون هو الرعاية بتكون شو برايمري يعني اشي اولي بيكون عادي موضوع كتير بسيط هلا ازا هستمع من الموضوع خطير بنحوله على السكندري سكندري يعني انه انا بالله يشو اه مثلا لا صار لازم ادخل المستشفى صار لازم دكتور خبير اكتر يشوفني وهكذا اما بالنسبة للترشري لا هاي بيكون اخطر واخطر بيكون المريض مثلا عامل عملية قاعد بالمستشفى عم بينام بالمستشفى تمام انا بس هيك حبيت ساقطيكم فكرة عامة عنهم قبل ما نبلش بس هلا لما نبلش فيهم رح ناخد يعني اصصهم بالتفصيل الممل كل واحد شو بحرق عن ثاني اوكي تمام هلا خلونا نبلش بمين رح نبلش الاول اللي هو البرايمري هلث كير تمام هاي البرايمري هلث كير خلينا نبلش فيه طبعا هاي السكندري اشوف لكم من هو البرايمري شوي طويل اشوف ان السكندري اه تلت صفحات تقريبا نصف محاضرة البرايمري بعدين عنا سكندري سلايد واحد بعدين في عنا تيرشري هاي التيرشري برضو كمان كتير اصير فالسكندري والتيرشري كتير اصار بس اللهم البرايمري هو طويل ماشي تمام هلا بحكولنا انه شو هو اول شي البرايمري هيلث كير هي الرعاية الصحية الاولية هاي هاي هي انه انه انت لما تمرض لما ترشح تلاقي دكتور تروح عليه هاي هي موضوعها هلا اذا تتذكروا المحاضرة الماضية اخدنا المآتا اللي هو هذا المؤتمر اللي صار بكزاغستان وكان من اهم الشغلات اللي نجت من هذا المؤتمر اذا تتذكروا الناس اللي دار سنيح المحاضرة الاولى كنا نحكي انه البرايمري هيلث كير هو الحق لكل الناس على الكرة الارضية فهلا يجينا ناخد بالتفصيل شو يعني برايمري هيلث كير هلا هاي طلعوا هون في عنا نوت مكتوب فيها اخرقوا معي انه اللي اخدناه المره الماضية وان برايمري هيلث كير احنا اذا حققنا انه كل الناس وصلوا للبرايمري هيلث كير على قليلة انه يشوف طبيب عام بس يمرض هون احنا بنكون حققنا الهدف الاكبر انه دائما بنسعى اللي هو مره في كل الناس بقدروا يوصلوا للرعاية الصحية على القليلة لو بس وصلوا الى الرايمري هيلث كير فهذا كان الام يعنيها هدف هذا هو كان الام الهدف اه الام اخدناهاه المعلومة المرة الماضية تمام فواهم سعودين يعملو هاي الرايمري هيلث كير هلق طب شو هي الرايمري هيلث كير تعالوا نتعرف عليها تقرأيها اول مرحلة انت فيها بتتواصل مع والله مستشفيات مراكز صحية كذا هو دائما بيكون يعني يا اما مثلا طوارئ او الطبيب العام او طبيب الاسرة وهكذا تمام فهو اول اشي انت بتقابله لما تمرض هو بيكون كلمة معناها هي الرعاية الصحية الاساسية او الكتير مهمة ماشي هلا فيها انا مثلا رعاية صحية اوكي ممكن زي تقول انك انت مثلا تركب تقويم اشي تجميلي عملية اللازر تاعت العيون مثلا يعني هاي شغلات دلع مش اسنشيال مثلا ممكن الواحد يموت اذا ما صار او ممكن الواحد كتير ينضر اذا ما صار هلا البرائمري هلث كار بحيات انه احنا بنقدم لك على القليلة اللي هو الاسنشيال هل هو الاسي المهم كتير زي شو زي المتيرن الهلث كار اللي هي الرعاية الصحية للمرأة الحامل هذا اشي اسنشيال هذا اش كتير مهم برضو كمان الراعاية الصحية بالاطفال ايه والله مثلا طفل وقع طفل مرض حتى انتوا كانت تارفوا ان العلاج بالاردن لعمر سبع سنين المجاني تمام فهذا بردو كمان مثال على او مثلا موضوع اللي هو موضوع الطعيم المجاني بالاردن كامل بردو كمان هذا من امثلة انه هو هذا يعني هذا اش كتير مهم وكتير ضروري وبردو الرعاية الصحية للحامل اش كتير مهم وكتير ضروري عشان هيك ارم بسمي انه هو اسنشيال هلث كير تمام بس فهم بحكول ده امثلة انه كيف انه ممكن نضير طفل انه اشوف مثلا كل فترة بالمركز الصحي طوله بزنه اللي هي المطاعيم تعيته اوكي تمام فاحنا هلا البرائمري هلث كير حكيان عنا نقطتين مهمات اول اشي انه هو 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 اول اشي انت بتعمله اول حدا انت بتشوفه لما انت تمرق تاني اشي انه هو اسنشيال هلث كير يعني هي بتكون شغلات مهمة وضرورية لصحة الانسان مش شغلات مثلا يعني مش مهمة اولك تمام اوكي تالت نقطة بخصوص موضوع البرائمري هلث كير انه بحكولنا انه هلث بروبلمز اي مشاكل صحيه عندك كان بي ساتيس فاكتوري منجد ساتيس فاكتوري يعني بيرضه يعني انه انت راح تطلع مبسوط من الاخر يعني انت مثلا دخلت مرشح بتطلع مثلا معاك ادبية الرشح بعديها بصير امرك تمام دخلت مشروح مثلا جرح بتخيط وهكذا فهون احنا مهم بالبرائمري هلث كير انه هلث بروبلم اللي هم المشاكل الصحيه كان بي ساتيس فاكتوري منجد يعني انه احنا بشكل بيرضيك احنا راح نعمل لهم منجمنت و راح نعالجهم اوكي تمام 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 نكون احنا خلصنا اول ثلاث نقاط بخصوص موضوع البرائمري هلأ الموضوع النقطة الرابعة بيحكونا انها هي هي اقرب اشي على الناس وهي اسهل اشي انه الناس يوصلوه مثال انت لو مثلا مرشح بدكتروح عن دكتور دكتروح عن طبيب اسراء دكتروح مثلا على الطوارئ صار معك اشي هاد بكون اشي الاقرب اليك ماشي طب لو مثلا انت بدكتروح على عيادة قلب اللي هي مثلا تعتبر اشي سكندري او تيرشري شو الايد اصدري في الأيين يعطي تكون موضوع التائم وال pragmatic البنارة عيادات واختصاص و GN MY حسابت تيرشري البرامرية كيذش في الأناس ب موضوع المطاعيم المهمة الطبيب العام الطوارئ هذه Thereto هذه كلها تعتبر موضوع التائم والآخر اكثر من المشروع komen هي اقرب واحد للناس واقرب الناس بنستخدمه بكل سهولة اور سريعه . خلاصا. اي مركز صحيه اي مستشفى بتقدمϊ고 اي مرس دقوشع باتفنة. ansas this one is provided by primary health care which is provided by primary is provided by primary heath care physician يعني الدكتور هون انا شو بسميه؟ primary health care physician دكتور رعاية صحية اولي ماشي اللي هو زي الطبيب العام اللي مش مختص انا بسميه primary health care physician هاي امثلة عليه اللي هو general practitioner اللي هو الطبيب العام اللي لسه ما تخصص برضه family physician اللي هو طبيب الاسرة تمام طبيب الاسرة يعني وبرضه كمان non physician يعني الناس اللي مش اطباء non physician primary care provider يعني زي الممرضين جماعة التحاليل جماعة الرعاية الصحية بشكل عام كل اياتهم المشتكاترة كل هم هدال بساهم بانهم هما يعطوا رعاية صحية اولية زي physician assistant اللي هو موضوع موضوع المساعدين الدكتور او موضوع النيرس اللي هما الممرضين كل هدال ممكن هما يساعدوا الدكتور برضه كمان بعملية تقديم الرعاية الصحية الاولية تمام؟ سريعا الست نقاط اللي كتير مهم تحفظوهم زي اسمكم هدال متأكد رح يجعلهم بسؤال منتحان انه شوهم النقاط اللي بهمه او بخصوص اول شي انها هي اول اشي انت بتوصله لما الفيرس لما انت تمرض تاني اشي انها هاي بتكون بتعالج الاسنشيال شغلات الاسنشيال هادي شغلات كتير بتكون مهمة واسنشيال وضرورية يعني هي بتعطيك شغلات ضرورية من الاخر الشغلات الرفاهية والتجميل ما بتاخدها بالبرايمري هلث كير ثلاثة هادي مشكلتك تنحل تمام اربعة هي اقرب اشي على الناس خمسة اسماء المراكز اللي بتكون تقدم برايمري هلث كير سنتر واسماء ذاكاترا بيكون اسمهم برايمري هلث كير و بس تمام هدال الاسات مرقاط كتير مهمات عن الرايمري هلث كير هلا هون برجع طبعا بعدول لنا مثل العادة للمهاضرة الماضية لأكونا هون ان الرايمري هلث كير المعلوم بالاستدوبنا اثنين براكتكالي سينتفكلي سوشالي اكسبتبل يعني هي لازم تكون متقبلة طالب انها هي هاي الحل الوحيد للناس مثلا لما يمرضوا لازم هي تكون اكسبتبل اكسبتبل معناها مقبول يعني لازم تكون مقبولة من اجتجاه الناس يعني مثلا وذما انا مثلا كصبية مثلا بلد بدها تروح على دكتور هل يعقل مثلا انه مركز صحي كامل ما يكون فيه دكتورة واحدة مثلا انثى هذا الاشي مثلا اكسبتبل ممكن يكون صح بس الاشي الاخسبتبل انه هو لا والله انا يكون في عندي دكتورات ودكاترة عشان حتى الاسلام من راتهم ما بيحبوا ان الدكتورات هم يعالجوهم مثلا منهم زلمة هو يعالجهم او مثلا يعني من كتناحية ان الموضوع لازم يكون اكسبتبل لازم يكون مقبول براكتكالي يعني من ناحية التطبيق العمل يكون اشي مقبول سينتفكلي انه علميا اساسا يعني الاشي اللي انت بدك تعمله مثلا كطلبية بيكون برضو مقبول وسوشالي يعني اجتماعيا تكون مثلا الشغلات الموجودة جوه هاد المركز الصحي مقبولة زي موضوع زي ما احكيت لكم انه غالبا الاناث بيحبوا دكتورات والشابات بيحبوا دكاترة يعالجوهم هذا اشي يعتبر سوشالي احنا هيك مجتمعنا مثلا او الدين تاعنا او كزا تمام؟ فما علنا المهم انه هو اول شرط فيه انه كمان يكون اسينشيال تعني شغلة انه مقبول تمام؟ والمثال عليه نفس المثال اللي انا احكيت لكم اياه هيو مكتوب تحت بالاحمر يعني انه الدكتورات حكته ماشي اللي هو موضوع الفيميل انه الدكتورات بيحبوا يعني النساء بيحبوا يعالجوهم دكتورات خلينا نقرأ دكتورة شو حكيت عن هذا الموضوع بيحكولنا اكسبتبل كلمة اكسبتبل كلمة مقبول تعني انه you have to provide female to take care of woman patient يعني انه انا علشان the woman patient علشان المرأة المريضة لازم انه يكون في عندي female doctor يكون في عندي دكتورة ماشي because our culture women don't like to be seen by the male doctor لانه احنا الومن بالكالتشر بالبيئة او بالثقافة تاعتنا ما بيحبوا انه يشوفهم male doctor ما بيحبوا يشوفوا انه الدكتور يكون شب ماشي فهاي هي تاني نقطة وتاني شرط لموضوع برايمير هيلث كير انه لازم يكون هو شو اكسبتبل بالوسط والمجتمع اللي انت بتلك تكون فيه تمام الثلاثة الثلاثة بيحبوا لنا ثلاثة بيحبوا لنا ثلاثة بيحبوا لنا ثلاثة بيحبوا لنا ثلاثة بيحبوا لنا يعني لازم هي تكون اكسبتبل يمكن الوصول لها يعني متلا ما تكون باخر الدنيا كيفاش مواصلات بتوصلها وحلتها حالي متلا كتير ومنطقة سيئة او هيك لازم تكون اكسبتبل يعني يمكن الوصول اليها توقع انه هاي النقطة كتير باطحة تمام؟ اوكي هلا النقطة اللي بعدها بيحكوا لنا انه through their full participation ان الناس لازم يكون في انا في عندي لهذا يكون في عندي full participation شو يعني full participation؟ يعني يكون في تخطيط وتطبيق تخطيط مثلا لبناء هذا الهيلث كير سنتر لبناء مستشفى او مركز صحي وتطبيق يعني اخطط واطبق الخطة اللي انا حطيتها فهمتو كيف؟ فطبعا هاد الاشي بيكون خاص بالجماعة المسؤولين اداريا مو على عامة الناس يعني البرائمر هيلث كير لازم يكون فيه full participation من الناس المسؤولين انهم هم يحطوه ماشي؟ مش اعامة الناس انهم هم يعمل مثلا هاي المستشفى وهاد المركز الصحي واخر اشي انه لازم يكون affordable cost يعني سعره مقبول كلمة affordable معناها مقبول cost معناها سعر فلازم يكون سعره مقبول او ممكن يكون بجاني او زي هكي شي لانه لو كان سعره مش معقول معناها الناس ما رح تستخدموه او رح تصير تستخدموه بس مش كل الناس يعني اللي معه مصاري بتعالج و اللي ما معه مصاري ما بتعالج وهذا الاشي بتنافى مع موضوع الهيلث فور اول اللي احنا لسال المره الماضي يكونا نحكي عنه انه احنا بدنا كل الناس تتعالج فعشان كل الناس تتعالج لازم يكون ب affordable cost يعني سعره كتير مقبول او ممكن يكون sometimes it's free ممكن يكون free زي شو زي موضوع اللي هي موضوع المطاعيم كيف انها هي بتكون مجانية تمام فهي احنا بكون حكينا هون عن primary health care خلينا نكمل لسه عن primary health care بحقولنا انه primary health care involves the widest scope of health care لازم احنا يكون هو شو احكي لكم اشي widest يعني اشي كتير شامل وواسع الانتشار بعالج كل الناس كل الاعمار كل الاصناف ذكور وايناف فقير ومش فقير غني صغير كبير كلهم لازم انهم هم يوصلهم هاد primary health care تمام فمين هم الناس اللي لازم يوصلهم ال health care كلهم صح كل الاعمار ترايت الناس كل الاعمار المرضى كلهم بازم يتعالجوا اللي عمره اليوم واللي عمره 78 سنة تمام برضه patients of all socio economic and geographic origins هلا socio economic يعني الوضع الاجتماعي والاقتصادي تمام هاي عبارة عن كلمتين بكلمة كيف يعني socio هذا معناها اشي اجتماعي economic زي اسم المد اللي احنا هلا بناخدها ال eco يعني اقتصادي فانت شو مكان وضعك الاجتماعي او شو مكان وضعك الاقتصادي او شو مكان في عندك geographic origin اللي هو موقعك او مثلا المنطقة اللي انت ساكن فيها كلياتهم all patients all all socio economic كلهم لازم يعني يوصلهم يعني مش هاد سكان امصر وين بدنا نحط المستشفى هاد سكان منطقة تانية لا ما عنده مستشفى او مش هاده فقير او مثلا علاج كل الناس بال socio economic وفي geographic origin كلهم لازم يوصلهم برضو كمان patients seeking to maintain optimal health يعني لو مثلا واحد راح بس بده يشيك على حاله ما عنده مثلا مرض هلا انا بحكي لازم بده دلع روح مثلا لا هو اساسا حقه هو كمريض انه هو والله يطمن على حاله او هو يروح والله يشوف الدم او يشوف فيتاميناته مثلا ويصير ياخد مقويات يعني هو بده يدلع حاله هو بده احلى صحه لحاله يعني هادي الناس اللي بده ال optimal health برضو كمان احنا حقهم انه احنا نخدمهم نساعدهم حتى يطمنوا مثلا دائما على حاله اوكي تمم وبرضو كمان patients with all manner of disease شو يعني هذا الاشي يعني اني في عمدي اصناف للامراض ان شاء الله راح تاخدوهم لسه لقدام هما بشكل اساس الصنفين communicable disease و non communicable disease شو يعني communicable disease يعني الامراض المعدية زي شو احنا في عنا امراض معدية زي والله الالتهاب او ما خلينا نحكي العدوى الفيروس البكتيريا الفطريات التوفيليات كلها هاي كعنات بتسبب الامراض المعدية تمام زي مثلا كورونا التهاب الكبد الوبائي الايدز هاي كلها communicable disease امراض معدية و non communicable disease هي الامراض الغير معدية زي السكر الضغط السرطان هاي الامراض كلياتها كلهم هدول احنا بنعتبرهم non communicable disease تمام فاحنا سواء المريض كان communicable disease ولا non communicable disease حقه انه هو يعني يوصله ال primary health care تمام مش مدل والله احكي لو انت والله عندك communicable disease بتعديني ما بدي اعالجك او المستشفى ما رح تستقبلك بالمرض اللي انت فيه طب هو شو يروح بحاله انه موت لا حتى اذا تتذكروا مرض كورونا لما انتشر كانوا مرضة كورونا اللي بيحتاجوا علاج ياخدوهم على المستشفيات ويعالجوهم عادي ليش لانه هاد حقهم حتى لو المرض اللي عندهم كان communicable يعني هم ما بدهم يتعالجوا تمام فسواء كان communicable او كان 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 مرض جسدي مرض عقلي مرض اجتماعي عقلي نفسي كل هاد برضو كوروناك اللي هي الامراض المزمنة شو يعني امراض مزمنة يعني الامراض اللي بيضالها معك طول الزمن بتعيش انت معها مثل مرض الضغط والسكري وهي الامراض هاي امراض مزمنة يعني بيضالها عايشة مع الواحد طول عمره باختصار ما بيتعالج منها هلا برضو كمان هاي حق المريض انه هو يروح على المستشفى ياخد الدوات المريض يضلوا شيء دكتور يضلوا شيء عليه وهكذا تمام فالخلاصة يعني باختصار من هاي الفقرة انه كل الناس كل الامراض حقهم تماما شو مكان عمرهم شو مكان مرضهم شو مكان اصصهم انهم هما شو يتعالجوا تمام هلا بس هون بهاي الفقرة بدهم يورونا شو الفرق بين طبعا انا هتوضحت الكمية عند الكمية معدي اما الكمية غير معدي تمام تعالوا نقرع ونفهم اكتب هلا الكمية هي الامراض المعدية هاي احنا بنسميها انها هي بالعادة بتكون شو اكيوت اكيوت معناها اشي حاد معناها بلش فجأة هاي خليها قاعدة عندكم منها لما تخلصوا تب دائما كلمة اكيوت معناها مرض حاد مرض فجأة زي شو الانفكشوس ديسيس اللي هي الامراض المعدية هلا كلمة انفكشن ان شاء الله رح تاخدوها بالتخصيل لسه وانواعها واصصها بسنة ثانية بس بشكل عام كلمة انفكشن معناها عدوى عدوى معناها بكتيريا فيروس مرض فلا انفكشوس ديسيز يعني امراض مالية امراض بنسميها ترانسميتابل ديسيز يعني امراض ترانس يعني ينتقل صح فهون امراض تنتقل يعني بين الناس ماشي وهكذا هي بحكولنا يعني هي بتنتقل من شخص الى اشخاص تانين هلا هدالشو تعريفهم بحكولنا هدالا تعريفهم هدى امراض اجوا من عدوى زي شو ممكن كانت العدوى عبارة عن بكتيريا فايروس براسايت معناها الطفيليات فنجاي معناها اه كم معناه فنجاي بالعربي اه طفيلي مش عارف احكي لكم اه البرسايت هي الطفيليات والفايروسات هي الفايروسات والبكتيريا هي البكتيريا والفنجاي مش عارف يعني بس تصروا كمان سنتين حتبطلت يعني هي زي البكتيريا في الفايروسات يعني ام صراحة الناس يسمى بالزبط بالعربي بس الفنجاي هي الفنجاي اه اوكي تمام هلا ممكن يكون في عنا بيولوجيكال ايجنت اه ان ان انديبيدول شو هو البيولوجيكال ايجنت وبكل بساطة هم هدول اللي هي الفنجاي الفايروس التفيليات اللي هي البكتيريا وهذا كتب فمام فكل هم هدول اذا دخلوا جسم الانسان رح يعملوا لي كميونيكابل ديسيز اللي هي الامراض المالية اما الان كميونيكابل ديسيز هادا ما بيكون اكيوت هاد بيكون اشي كرونيك كرونيك معناها مزمن بيضل معك طول الزمن طول الحياة ماشي هلا هادا تند تو بي اوف لونج ديوريشن اند ار ترسلت اف كومباينيشن اف جينيتيك في سيوالجوكال اند انفيرومنتال اند بيهيفيرل فاكتور يعني احنا اخذ مثال عليها مثلا موضوع السكري مرض السكري يعتبر مرض مزمن ويعتبرنا كميونيكابل ديسيز هادا الو اسباب جينيتيك اسباب وراثية واكيد طبعا بنعرف كلياتنا انه السكري بعض انواع بتكون وراثية فسيولجوكال يعني في عندي فسيولجوكال يعني وظائف الجسم فممكن انا سببه ان يكون الجسم بطل يقوم بوظيفته بشكل منيح وبطل يفرز مثلا الانسولين كيف مثلا ممكن انه انفيرومنتال من البيئة المحيطة فيك مثلا هاد الاشي سبب لك انه يكون في انت عندك مثلا سكري وفي اعاليها امثلة انا كتير بعرفها انه من الانفيرومنت البيئة اللي فيك انت عايش فيها صار عندك سكري زي كيف زي الناس مثلا اللي بصير في عندهم سكري بسبب الزعل هلا هدول من الانفيرومنت من البيئة اللي هم فيها سببت لهم زعل فصار في عندهم سكري هاد الاشي رحت اخدون سؤال للدعم بالطب وبرضو كمان بهيفيرل يعني تصرفاتك انت كمان ممكن هي اللي سببت لك سكري زي شو زي انك انت مثلا كتير ناصح او انت كتير بتاكل سكر وهاي الشغلات هاي الشغلات كلها تعتبر شو عوامل تعمل شو نان كوميونيكابل ديسيز فاي نان كوميونيكابل ديسيز اللي هو بالعادة بكون اربع مصادره واربع اسطاب اللي هو جينيتك فسيولجيكال انفيرومنت الو بهيفيرل ما في يعني اشي جيني ويراثي فسيولجيكال خلل بوضاء في الجسم انفيرومنتر من البيئة المحيطة فيك او بهيفيرل بسبب سلوكاتك انت سببت لحالك هذا النان كوميونيكابل ديسيز فالفكرة هون بس ان الكوميونيكابل دائما سببهم بتكون بكتيريا فيروس او هيكا نان كوميونيكابل لا هاد بكون اشي بالجينات اشي بالفيسيولوجي اشي بالانفيرومنت اللي انت عيش فيها او اشي بالبهيفيرل تعونك وهكذا هلا بس في انه هون حطي لنا امثلة على امراض نان كوميونيكابل زي الكانسر اللي هو مرض السرطان اكيد هاد مرض مش ماضي في يا اتفاق الضغط دقلي الطبية هذه says دي dei beats many toutesه عباري عن مرض السكري تمام اما بالنسبة لكن تكمل كوميونيكابل ديسيز اول شي الهي بالتيمال هي التهاب الكابل الفارئروسي بنقيا الافيروسي معناها شو كوميون كابل. تمام؟ اوكا والتيبي اللي هي تيبركيلوسيس الثنى علم بectuger sellers مرض السل كيف شي لكم جمع توانك محمد اmeye سمعت عنها قوفيد ناينتهي وهو كورونا برضو كمان الكوليرا أكيد كلكم اسميتوا عن مرض الكوليرا مرض الميثلس وهو مرض الحصبة والجيرمن ميثلس كل هدولة عبارة عن أمراض بتكون بسبب بكتيريا فيروس أو إنفكشن يعني بشكل عام بالنسبة للكرونيك هاي في حكاين عنها فوق هون أمثلة هين هم هاي هم برضو بنا نرجع نعيدهم تحت هاي أمثلة على اللي احنا نسميهم برضو كمان هو واحد ارتفاع ضغط الدم الديابيتس اللي هو السكري الآزمة اللي هو الربو اللي هو الاكتئاب والقلق اللي هو الألم أسفل الظهر والأرترايتس اللي هو التهاب المفاصل كل هدولة عبارة عن شو عبارة عن أمراض غير معدية أمراض بتكون كرونيك فهيك احنا صنفنا الأمراض لنوعين هلا الفكرة هون كانت بس انه احنا نعرف انه سواء كان مرضك كوميونيكابل انت بجميع الأحوال لازم تتعالج بالبرايمري هيلث كير شو ما كان مرضك شو ما كان سببه انت لازم تتعالج لازم تتعالج كل المرضى كل الأعمار كل الأمراض كوميونيكابل صغير ولا كبير مرأة ولا رجل شو كله لازم تكون عارفه انت مثلا مش بس دكتور أعصاب لا انت هون دكتور عام بدك تعالج كل المرضى جلدية مثلا واحد بطن بوجعه واحد راخي بوجعه كلهم انت بدك تعرف شو ما لهم عشان هيك طبيب العام كتير لا سيكون في عنده شو علم كتير مرتب تمام اوكي وبرضه كمان فيه شغلة كتير مهمة بالبرايمري كالتكير شو هي هي مضوع الكونتينيوتي شو هو معنى كلمة كونتينيوتي كونتينيوتي يعني استمرارية شو يعني استمرارية يعني مثلا انا كثندس والله بكرة رحت على المركز الصحي ماشي وشو في الدكتور ودكتور حكالي شو معلي وأعطاني دواء وحكالي راجعيني بهاد المركز الصحي مفروض ان المرة الجاي اللي بعدها لما اروح على المركز الصحي الاقي نفس الدكتور اللي شفته المرة الماضية واحكي معاه واناقش معاه حالتي اللي هو شافها قبل اسبوعين هل بنفع انه انا والله كثندس اروح بكرة اشوف دكتور ويحكي لي ارجع مثلا كمان اسبوعين ارجع كمان اسبوعين الاقي دكتور تاني بوقت شفت تاني لا ما بنفع صح؟ لازم دائما نفس الدكتور هو يشخصك هو يتابعك هو يعمل لك من العملية هو يعطيك الدواء هو يتراجعه كل فترة وهكذا فدائما الموضوع الكونتينيوتي اللي هي الاستمرارية مع الدكتور لازم يكون كتير مهم بالنسبة للمركز الصحي او للهيلث كير هذا اللي انت عمتها فحكو لنا انه الكونتينيوتي اللي هي الاستمرارية هادي يعني اشي مهم ميزة مهم لازم تكون موجودة برايميري كير اذ اتصال انخطيت يفضل مجرد أنت نفس الدكتور او نفس الدكتور معناها هو الطبيب فدائما المرضى لنفس الدكتور بفضله بريفير انه يستشيروا دائما نفس الدكتور تمام فور روتين تشك ابس يعني عشان المراجعات الدورية وبرضه كمان يعني زي موضوع مثلا اه الفاكسينيشن او كذا دائما الناس بحبوا يتابعوا مع دكتور واحد احسن اشي لهم او سواء كان لالهيث ايديوكيشن مثلا علشان هم بتعلموا شغلة معينة او كذا مع دكتور معين اه برضه بحبوا يتابعوا مع نفس الدكتور تمام دائما هم بحاولوا انه يلاقوا حدا والله الكونسلشن معناه الاستشارة يلاقوا حدا يعني يسألوا وياخدوا استشارة منه انه شو ما صار عند المريض مشاكل صحية جديدة انهم يعملوا استشارة دائما عند نفس الدكتور فعشان هيك موضوع الكونتينيوتي انك انت كدكتور تستمر دائما مع مرضاك اتابعهم ما تغيب عنهم هذا اشي كتير مهم بالبرايماري كير اوكي تم اذا معناها الكون معناها اللي هي رعاية صحية لالام الحامل وبرده كمان لطفل فدائما رعاية الحامل ورعاية الطفل تحتها هاي تحسب على موضوع طبعا هاد ممكن يجي سؤال بالامتحان الدكتورة والله يتحكي لكم والله يفي ام مثلا حامل وبتراجع هل هاي و ام بمخروض تراجع ببرايمري ولا سكندري ولا ترشري انت كطالب شطور لازم تحكي لها برايمري كير تمام برايمري كير يعني موضوع الفميلي بلانينج اللي هو موضوع تنظيم الاسرة وموضوع اللي هو موضوع المطاعم كل هدوال بيثملوا فارغان صار في عندي اربع امثلة على الرايمري اللي هو الام والطفل وتخطيط وتنظيم الاسرة وبرضو كمان اللي هي المطاعم فدوال الاربع شغلات بيتبعون موضوع الرايمري كير تمام؟ اوكي طيب هلق هان بحال الفقرة شو بيحكو لنا؟ بيحكو لنا انه احنا يا عزيزي مثلا لو انت عندك واحد كبير بالسن وعمره مثلا خانيحكي 80 سنة تمام؟ وعندنا واحد عمر 8 سنة هلا هذا اكيد كل فترة مثلا بيكون عنده اكيد امراض يعني ما وصل هذا العمر الا مثلا اغلبهم بيكون عندهم امراض ولو كانت بسيطة يعني بس بيكون ان اغلبهم بدهم كتير رعاية صحية يعني لو انا مثلا اجيب لك واحد عمره عشر سنين واحد عمر 8 سنة مين انت توقع انه صحته تعباني اكتر؟ اكيد 8 سنة طبعا مش كل الحالات نفس الشيء بس احنا بنحكي عن قاعدة عامة يعني انه اكيد احد الكبير في السن هذا بيكون هو بحاجة لرعاية صحية وبرايمري هيلث كير احسن تمام؟ او اكتر خانيحكي طيب هلا وانا قبل ما نقرأ الفقرة بالانجليزي بس احكي لكم فكرتها انه بيحكو لنا انه احنا مثلا زمان كان الواحد ينولد يقعد خانيحكي مثلا خمسين سنة ويموت تمام؟ هلا مع تقدم العلم ومتقدم الطب وكذا صار لا صارت الناس تعيش مثلا فتريات اطول ولاقوا علاجات احسن للامراض وهكذا فصار مثلا الواحد يضله خانيحكي تمامين سنة هلا شو اللي صار عندنا هون اللي صار عندنا هون انه صاروا الناس يعيشوا لمدة اطول وصار مثلا كمية كبار السن بتصير اكتر فعشان هيك انا صار بدي شو هيلث كير اكتر صح؟ معناها اندي اشغل مستشفيات اكتر وبدأ شغل دكاتري اكتر وبدأ شغل مراكز صحية اكتر ليش؟ لانه كمية الكبار في السن زادت عندي هلا صح انا حسنت للطب فانتقل مثلا لليف اكسبكتنسي عندي من خمسين انتقل لثمانين هاد الاشي حلو بس بنفس الوقت هدول اللي عمرهم ثمانين سنة صح انهم عايشين بس اغلبهم عندهم امراض اغلبهم بدهم مستشفى ودكتور وميك الصحي وطوارئ وهكذا فعشان هيك هاي الفقرة بس محتواها هلا راح نقرأ مع بعض انه احنا صح طورنا الطب وطورنا العلم وصارت الناس تعيش اكتر وزاد لليف اكسبكتنسي بس بنفس الوقت هدول الناس اللي ظلوا عايشين صار عندهم امراض فعشان هيك هدول بيكون عم بشكل ضغط على الهالث كير سيربسيس تمام؟ هلا بحقولنا انه بشكل ايجينج يعني الاجينج معناها شيخوخة شيخوخة تمام؟ فبيحقولنا انه بشكل ايجينج يعني انه شيخوخة تعت كل الناس بشكل عام ماشي بيحقولنا انه لما زاد معناها زاد زاد عدد الولدر ادلت اللي هم الناس كبار السن هذا الاشي زاد يعني زاد كمية الضغط وزاد كمية السكري وزاد كمية السرطانات بالمجتمع ليش؟ لانه الناس صار يعيشوا لمدة اطول فهم كبار بالسن بيصار عندهم كل هاي الامراض تمام؟ لا هذا الاشي شو بيعمل؟ رابد لي هذا الاشي بيزيد الديماند بيزيد الطلب على الرعاية الصحية الاولية لانه كل هدول الكبار بالسن كل هم بدهم رعاية صحية اولية تمام؟ فلما صاروا يعيشوا بمدة اطول صار الضغط على الملاكس الصحية الاولية كتير بزياد هذا هو موجود بكل انهاء العالم صار يصير في both developed and developing countries هلا ايه ايه الديفلوب ان كنت عنه المر الماضية الديفلوبت هي الدول المتقدمة و الديفلوبنج هي الدول المتاخرة اللي هي اللي مش كثير متطورة فسواء انت كنت مديفلوبت او التفلوبنج كونتريس جميل احوال بتلاحظ ان الصحة او الخدمات الطبية عند كل الناس عم تتحسن فعشان هيك كمية كبار السن عم بيزيدوا فهذا الشي بيزيد الضغط بزيادة كمان على جماعة البراميري هيلتكير نمان هاي نفس الحكي هون مكتوب انو بحكولنا قديما الامراض اغلبها كانت مادية اما اغلبها تحولت وصارت شو لها هيها اغلبها هلأ صارت مزمنة يعني صارت منان كومي لكبال ليش طبعا لانه طبعا احييكم هاي قاعد ان شاء الله رح تاخدوها بلس كمان بالبوليسي وكل المواد دائما الدول الفقيرة قواعدة مهمة الامراض عندها بتكون كوميونيكابل كوميونيكابل معدية ليش؟ لانو الدول الفقيرة ما عندها مطايم ما عندها قود هايجين ما عندها مثلا نظافة الناس ما بالتزموا مثلا بالبروتوكولات تتمنع مثلا العدوى وكل هكذا دائما دائما هاي قواعدة مهمة انو الدول الفقيرة بموتوا وكما تتأثروا كتير بالامراض المعدية ماشي؟ هلا طب الدول المتقدمة دول المتقدمة والدول الغنية هدول شو الامراض اللي بتصير عندهم نان كوميونيكابل همتوا كيف؟ هادي هي قواعدة المهمة يعني مثلا السودان والصومال هدول تلاقوا دائما دائما عندهم مرض الحصبة مرض الادز مرض الالتهاب الكبد مرض معدية اما مثلا دروحوا على امريكا المانيا بتلاقوا لو تسأل شو اكتر مشكلة شائعة بحكاك السرطان مثلا او بحكاك ضغط او هيكا بكون نان كوميونيكابل ديسيز يعني الموضوع مش بايد هاد المجتمع هم عم بحافظوا على المطاعم وباخدوا كل ايهي وكل اشي عندهم نظيف وبيحافظوا على العدو وما بتنتشر عندهم بس اللهم ان هم عندهم نان كوميونيكابل ديسيز مش بايدهم فدائما كل ما زاد التطور بالعالم كل ما زاد التطور بالدولة الواحدة برضو كمان بتلاقوا انو الامراض بدل ما امراض معضية شو بتصير انو امراض غير معضية عشان هكا يقولنو انه قديما الامراض كانت اغلبها معضية ولكن هلا صارت اغلبها مزمنة بسبب التطور تف давно هاي وهاي امراض بس اللفكه انو هاي قاعدة يعني نتو كيفå الامراض المزمنة يأخذ لها علاج فقلت نسبة الوفيات عن القرن الماضي طبعاً قلت نسبة الوفيات بس نفس الوقت هؤلاء الناس عايشين بس عندهم امراض فهذا الاشي بالتالي نسبة كبار السن زادت والتالي زاد الطلب على خدمات البراميري هيلث كير لان هؤلاء الناس عاشوا اكتر بس عاشوا شوية مرات غالبا عندهم امراض تمام هيك نكون خلصنا البراميري هيلث كير كل هذا اللي حقي بس عن موضوع البراميري هيلث كير بس هو بصراحة كان اطول موضوع اليوم اللي نحن نحكي عنه فالحمد لله انه هيك شو خلصنا هيك بعد طول عنا وخلصنا خلصنا البراميري هلأ خلونا نشوف مين نشوف السكندري والتالي اللي هم كتير يقصر هلأ هاي شو بحكولنا عنها بحكولنا انها هي ان انتر ميديات لفل هيلث كير يعني انتر ميديات يعني بالنص هلأ هي في عن الواحد واثنين وثلاثة هي اثنين فهي جاي بالنص اكيد تمام اه فهي انتر ميديات ليفل اف هيلث كير بروفايدد باي اسبشاليست شو يعني اسبشاليست معناها الاخصائيين هون ما عندي الطبيب عام لا هون عندي طبيب مختص ماشي هلأ هاي بحكيك انه بكون في عندي برايماري كير فيزيشن يعني انه البرايماري كير فيزيشن بكون المريض اول اشي راح عليه والدكتور تاع البرايماري كير هو اللي حول المريض على السكندري هلث كير يعني انت روحت مثلا عن الدكتور طبيب عام موجود عندكم بالحارة وحكيط لو الله انا هيك هيك عندي حكالك ارجع لطبيب باطني بمستشفى حمز مطلن فهون هو بكون عمل لك يعني يعمل لك ارجاع لمين للسكندري فالبرايماري اذا شاف الوضع صعب بروح بيحول على السكندري فهمتو كيف تمام هلا هادا الاشي بيحتاج مور اسميشيلايز نوليج سكيلز اند اكوبمنت لهيحتاج اشي مختص اكتر مور اسميشيلايز نوليج سكيلز اند اكوبمنت باعلم اكثر مهارات اكتر ومعدات برضو بتكون تطورة ومختصة اكتر واكتر تمام هادا بكون اكتر يعني من مين من البرايماري هلث كير تمام اوكي هلا بحكولي انه هادا الاشي تنكلود اكيوت كير شو يعني انه هو تنكلود اكيوت كير هاي كلمة كتير 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 مؤمنة كلمة اكيوت قبل شوية لسا حكينا عنها انها معناها اشي مفاجئ ماشي يعني مثلا واحد صار في عنده الزائد الدودية الزائد الدودية التهاب الزائد الدودية يعني قصدي هذا اشي ببيجي فجأة وبيصير وجع كتير فجأة لو انت روحت فيه على الدكتور العام راح يلوحي حولك دايركت على السكندر اللي هو المختص لانه انت هون حالتك اكيوت جد فجأة تمام فهون النقطة مهمة انه انا في عندي هون هادا بيشمل اكيوت كير ماشي اه وشو اسمه بيكون بالعادي هادا سيريس انس فانا هون خواص المريض اخواص المرض انه بكون اكيوت يعني في فجأة بيكون نيسيسري يعني علاج مهم نيسيسري تريتمنت علاج مهم لمدة قصيرة بالعادي بيكون ما بيكون لمدة طويلة لا بيكون لمدة قصيرة وبيكون مرض خطير او انجري اصابه او اي حالة طبية يعني بالعادي هاي شو بتكون سيريس تكون خطيرة وحل تحالي تمام مثل الهوسبيتال امرجنسي ديبارتمنت يعني قسم الطوارئ بالمستشفى فلما يجي هون خاص نص الطوارئ بتكون هي يعني زي ما تحكوا لما يكون ان في عندي يجي مريض على الطوارئ دايك احنا من الطوارئ بنحاولوا على السكندري هيلتكير فهمتو كيف؟ لانه دائما الحالات الطوارئ بتكون حالات اكيوت يعني فجأة بتكون تحتاج لمدة تم تحكوا قصيرة ما بقعد الواحد فترة طويلة مثلا بعد ما يجي على الطوارئ وبرضو بكون في عندي شو سيريس فاليمرجنسي بالعادة هي بتكون برايمري بس حالاتها بتتحول لفرع السكندري يعني مثلا انا باجي طوارئ بروح على الطبيب الطوارئ ممكن يكون هو اه بيجي بشوف المريض مثلا بروح بناديله خصنص مثلا من طابق بيجي بيجي دكتور العظام و هكذا فهمتو كيف؟ فهون بكون عمل لسكندري هلا هون احنا رح نحتاج مور كومبلكس بروبلم رح يكون بدي انا اعالج مور كومبلكس بروبلم مور كومبلكس اكتر بالبرايمري هيلتكير بتكون من شاكل بسيطة زي مثلا ام حامل بتتراجع واحد مرشة كذا و هكذا اما هون بتكون مشكلة كبيرة اكتر ماشي بيكون بالعادة بس بدي اعالج المرض هلا لما احنا كنا نحكي بالبرايمري هاي غلينا نطلع عند البرايمري اوكي احنا وين هكينا او يعني بشكل عام بشكل عام برعاية الصحية ممكن تكون بروموشن وبروتكشن وكيوريتف هاي حكيناها بداية المحاضرة هلا بحكولنا ان السكندري السكندري هاد بالعادة بس بيكون كيوريتف يعني بس بيعالج الامراض الطارئة و الخطيرة و اللي بتيجي على قسم الطوارئ و هكذا اما مثلا المطاعم لا لا هاي ما اله دخل بالمرة بموضوع السكندري تمام السكندري هو بس بيعالج الحالات اللي بتيجي عنده فعشان هكي انا دائما بحكي عنه انه هو بس شو هو بس بيكون كيوريتف تمام عشان هكي بحكول انه هو بس علاج بيعطي ولا بعطي مطاعم ولا هلا ثلاثة نقطة بخصوص التيرشري انه هو يتم عن طريق مستشفيات نوع من المستشفيات ما نسميه مستشفيات مستشفى مستشفيات غير تعليمي مستشفيات غير تعليمية مستشفيات 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 حسنا المستشفيات مستشفيات 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 التعليمية بتكون كبار اما السترائيات السكندري هدول بقونه صغار وبحكولنا بيكون في عنا خصائيين هناك بس التيتشينج هسبتال بروفايد هلث سيرفايترزال لونجس تيتشينج بروغرام يعني التيتشينج هسبتال المستشفات التعليمية بكون فيها شو بكون فيها اشي تعليمي وبكون فيها بنفس الوقت اشي اه يعني زيب بتحكو علاجات اما السترائيات بس علاجات وبتكون مستشفات شو بتكون مستشفات صغيرة طيب هلا السؤال اه او الخاصية اللي بعده بالنسبة للتيرشري اه سوري بالنسبة للسكندري هيلث كير هو انه مين حولك على السكندري هيلث كير هلا في لدي حالتين يا اما ان البراي مري هيلث كير حول المريض على السكندري هيلث كير او ان المريض من حاله شعب حاله ان هو وضعه بيستدع انه يروح على سكندري هيلث كير يروح عن طبيب مختص من اولها وهاي هي الخيارة يعني فيا اما فروم براي مري يعني البراي مري هيلث كير هو اللي حول على السكندري او ممكن يكون في هنا اشي اسموه سيلف ريفيرل انه الانسان من حاله لحاله حول حاله مثلا على اه الاخصائي خلص وعرف انه وضعه بدي اخصائي فهذا انا شو بسميه سيلف ريفيرل اما ازا كان في عندي شو اسمه براي مري يعني من البراي مري هيلث كير هاد بسمي انه هو شو فيرست ريفيرل ليفل تبعم فهم تنتين يا اما فيرست ريفيرل ليفل انه انا البراي مري حول على سكندري او سيلف ريفيرل معناها شو انه الواحد هو حول حاله لحاله على السكندري هيك لو نيجي هون احنا خلص الحمد لله بنكون خلصنا البراي مري والسكندري هلا ضايل علينا سلايدين رح يحكو لنا عن التيرشري هيلث كير هلا فكرة التيرشري هيلث كير انه هون بكون في عنا اكتر ناس متخصصة بالطب فهمتوا كيف يعني البراي مري كان اشي عام مثلا طبيب عام السكندري كان لأ يكون فيه اختصاص بس التيرشري هو اعلى درجات الاختصاص انه انت مثلا اه والله شو اسمه يعني اكتر واحد مختص بالمستشفى او كذا يعني اعلى الدرجات هي بتكون تيرشري تمام وهي كمان شغلة انه موضوع السكندري بالعادة هون بيكون فيهنه انه المريض مثلا راح زار دكتور الباطني او راح زار دكتور القلب او هكذا اما بالنسبة للتيرشري بالعادة هي بتطلب انه المريض ينام بالمستشفى او يقعد ع فترات طويلة بالمستشفى فاللي بس بدنا نفهمه انه موضوع السكندري بيخري عن موضوع التيرشري انه هون مختص و هون مختص بس كمية الاختصاص والخبرة اللي موجودة بالتيرشري هي بتكون اكتر وكمان انه هون المريض بيكون رضعه اسوأ بالتيرشري وبرضه انه هو بيقعد بالمستشفى فترات طويلة تمام او هون برضه كمان شغلة مهمه انه المريض حتى يوصل التيرشري لازم البرايمري او السكندري هم يحاولوا المريض على التيرشري تمام هم بيحكولو انت متلا علاجك بالتيرشري هلتكير اوكي تمام فتعالوا نقرؤ شو هو تعريف التيرشري هلتكير بيحكولو انت اسبيشالايزد كونسلتف هلتكير هي بكون اشي كتير اسبيشالايزد يعني اشي مختص تمام انا فيدي درجة اختصاص كتير عالية اسبيشالايزد المستشفى ونائمين بالمستشفى تمام فهادي اش مهمه نائب العادة تكون الانباشنت اللي هم الادميشن توثبته للناس اللي نائمين اساسا لقب المستشفى او ممكن يكون فين ديريفيرل يعني تحويل من مين من المريض أو السكندرية لأن المريض أو السكندرية هم حولوا المريض لمير للترشيري مرشي هلأ بيحكوين أنه شو هي الحالات اللي إحنا بنعالجها بالترشيري هل هي أي حدا بده يعني متقدم أو إشي متطور حديث ميديكال اللي هو طبي انفتيغيشن اللي هي زي ما تحكو انت تريتمنت انت تريتمنت معناها علاج انفتيغيشن معناها تدخل خنحكي أو إشي ممكن أنت تعمل المريض تعطي دوة تعمله عملية تعمله مثلا شغلة عملة كذا هاي كلية نحن نسميها انفتيغيشن يعني مثلا إحنا دائمان بس نشخص المريض بنحكي بدان نعمله انفتيغيشن شو هي الانفتيغيشن حسب مرضه اه يعني هي التدخل او العملية اللي راح يعملها الدكتور للمريض حتى يعالجه تمام فهونا بس بحكولنا انه احنا راح نحتاج ادفاع عن ست ميديكري يعني اشي بدنا من تقدم اشي اه يعني ينتعب عليه اكتر تمام من ناحية الانبستيكيشن من ناحية التريتمنت تمام ستش اه تيرشري ريفير الهوسبيتال هلا هونا المستشفيات اللي بتقدم التيرشري هلثكير احنا بسميهم تيرشري ريفير الهوسبيتال هلا هون الدكاتر اللي بكونوا بيكونوا كتير مختصين برضه كمان بتكون مستشفى كبيرة وبتكون مستشفى تعليمية تمام هلا ازا بتتذكروا السكندري حكيان انها هي بتكون شو بتكون ديستريكت هوسبيتال وحكيانا معناها مستشفى غير تعليمي اما بالنسبة لللي هون اللي هي التيرشري ريفير الهوسبيتال لا هاي بتكون مستشفى كبيرة وفيها كثير اخصائيين اخصائيين وبكون فيها بالله شو اسمو بتكون هي يعني مستشفى تعليمي اوكي فتعالوا نخرق شو هي خصائص هاي التيرشري ريفير الهوسبيتال اللي هي مستشفيات التيرشري هلثكير هاي بتعطيكي اختصاص كتير عالي بتكون عن طريق المستشفيات التدريسية زي مستشفى حمزة زي مستشفى الجامعة الاردنية وهاي الشغلات او هاي بتكون هاي بتكون هاي بتكون هاي بتكون مستشفى مستشفى يعني مختص بس بمرض واحد زي ما حكيانا السرطان السكري وهاي القصص وثالث خاصية لهدولا التيرشري ريفير الهوسبيتال انه هم يعني بكونوا يدرسوا الطلاب وبكونوا يعملوا ترينينج بروغرامز اللي هي دورات تدريبية سواء للدكاترة للممرضين اللي اساسا هم متخرجين يعني هي بتدرس الطلاب وبرضو كمان بتعمل ترينينج بروغرامز لا الهيلث كير بروفايدرز زي الدكتور اللي هو اساسا متخرج بس مع هيك بيضلوا يعملوا له شو شغلات تدريبية ويزيدوا من العلم اللي عنده حتى لهو كان دكتور متخرج برضو الدينتست اللي هم اطباء الاسنان بيضلهم يعملوا لهم ترينينج بروغرامز بيعملوا برضو كمان للنيرسز اللي هم الممرضين والميديكال اللي هم المساعدين الطبيين مشكلة اوكا فهيكا بنكون خدنا فكرة هلا عن تيرشري هلث كير هلأ برضو كمان هدول التيرشري هلث كير الهوسبيتال هدول احنا لسه بنا ناخد هلا عنهم كمان خصائص تعالوا نشوفهم بحقولنا انهم هلأ هون الرعاية اللي رح ياخدها للانسان بالتيرشري هلث كير لها اربع خصائص هلأ هاي خلونا نشوفهم هدو 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 اول خاصية للرعاية الكير اللي بياخدها المريض بالتيرشري هلث كير انها هي يجوالية مفترض على تيكنولوجي و تكنيات مقاطعه تكنولوجي معناها تكنولوجيا كبيرة وعالية و تكنولوجيا معناها تكنولوجيا و تقنيات معقدة تمام فبا الان المريض بيكون علاجه مش سهل بده اشي تطور بده االيات وتكنولوجيا جديدة حتى نقدر نعالج المريض هلا هذا الاشي بكون كوستلي بكون زي ما تحكوا كوستلي معناها بكون انه يعني غالي تمام تدو انت كوستلي تومنتين يعني غالي انك اساسا تجيب هاي التقنيات على البلد وعالمستشفيات وغالي حتى التحافظ عليها لانها هاي كد ممكن تخرب ممكن بدها تصليح ممكن بدها تشيك عليها كل فترة وهكذا عشان هي بتصرف كتير فلوس تمام لانها هي زي ما تحكينا كوستلي لانها هي غالية لانها هون الناس بتهم هاي تكنولوجي او سوفيستيكي تكنولوجيا يعني تكنولوجيا وقاليات وشغلات كثيرة حتى هم يعني يتعالوا شوكا هاده بالنسبه لا اول خاصية من الكير تاع التارشير كير تاني خاصية انه هون الامراض بالعادة بتكون ادفانست ديسيس بكون مراض متطور ومتقدم عند المريض تمام فبيحكول انها هي تزليمتين توبيبول هو فيزيتد هسبيتل يوجولي كومبلييننج فروم ادفانست ديسيس ما امراض متطورة وخطيرة تمام تالت نقطة بخصوص التارشيري هيلث كير انه بحكولنا خلينا نحكي لكم ياها بدلا نقراها هلا مرات لما انت تروحها المستشفى ماشي بكون عندك مشكلة معينة بس بتطلع مشكلة تارشير كير يعني مثلا ممكن انت ديكاترا يعملوا لك العملية يروحوا مثلا يغلطوا غلط طبي ممكن يعطوك جرعة ادوية زيادة ممكن انت مثلا من المستشفى تروح تاخد انفكشن عضوى مثلا تكون انت اساسا ما كنت مثلا معاك كورونا خلينا حكيي ورحت عقسم الطوارئ وكانت الهون لا احنا ما عمنا نحكي عن الطوارئ لو رحت مثلا اضجع للتارشيري هيلث كير وهناك مثلا من كتر ما انت اعدت بالمستشفى خصوصا انه التارشيري هيلث كير هي اللي الناس بيكونوا فيها انباشنت بيكونوا مقيمين بيناموا بالمستشفى فممكن هما مثلا واحد ينام اسبوع بالمستشفى يشوف كورونا بالغلط يروح هال الحمامات مثلا وشو اسمه ومن هناك مثلا يلقت عدوة معينة او كبه فعشان هيك كتير الناس بتارشير هيلث كير ممكن تروح هالمستشفى باشي وترجع بمصيبة ثانية تمام زي الانفكشن انه يصابوا بعدوة معينة زي انه اخطاء طبية زي جرعة دو وزيادة وهي الشغلات تمام فتعال نقرأ هاد الحكيب هاي الفقرية بيحكولنا انه الواجع او المشكلة اللي عندي انا رح تروح تمام يعني هي بتعالج الاعراض ما بتعالج المرض نفسه تمام هلا بيحكولنا مرات هي بتزيد على المرض متحطله مرض تاني فوقي خصوصا الناس اللي بدخلو وبيناموا بالمستشفى معناها بينام بالمستشفى تمام زي شو ممكن يصير في عندهم بلاوي واشياء جديدة النزو كوميال انفكشن شو هو النزو كوميال انفكشن اللي هي العدوى اللي بتيجي من المستشفى دائما العدوى اللي بتيجي من المستشفى خاص نص احنا مزميها النزو كوميال انفكشن برضو كمان ممكن يصير عند المرضى هون بعض النواع الامراض خنحكي اللي اسمهم الاياتروجينيك ديسيدز هلا ديسيدز معناها مرض اياتروجينيك معناها امراض بتكون بسبب الادوية يعني انت بتاخد دواء الى اعراض جانبية لو بزادة الاعراض الجانبية ممكن يصير انت عندك مرض تاني غير اللي عندك اساسا تمام؟ هلا هاي الامراض اللي بتكون بسبب المفاكل بالادوية احنا شو نسميها الاياتروجينيك ديسيدز تمام فهي احنا حاطين تعريبها جنبها لهي امراض نتيجة جوع زيادة او غيره يعني هي امراض بسبب الادوية اللي المريض عم ياخدها تخيلوا كيف فالواحد منتخار المستشفى باشي بطلع باشي تاني زي النزو كوميال انفكشن والاياتروجينيك ديسيدز برضه ممكن يشير في عنده بروفايدر مستيك انه خطأ طبي من الدكتور خلال عملية خلال التشخيص خلال اعطاء الى ادوية مثلا وهكذا و برضه كمان الميديكال ايرورس اللي همه برضه كمان الاخطاء الطبية تمام انه الواحد مثلا الدكتور علمه ما بيكفي انه هو يشخص ويعالج هاد المريض صار يهبت صار خلص منده اي اشي مثل مستاجل كذا فراح شخصه غلط وراح اعطاء ادوية غلط وهاكذا تمام فكل هاي الشغلات ممكن انها برضه كمان خصوصا ان المريض رح يقعد فترة طويلة تحت ايديان ديكاترة حيقعد اسبوع وسبعين فهذا رحي بيزيد فرصة نيزوكوميال انفكشن الاياتروجينيكيز والميديكال ايرورس وهاي الشغلات تمام فبحقولنا انه هاد الاحمر يعني كلام الدكتوره بيشنس مي يديفلوب كومبليكيشن افتر ان اوبيريشن ستش از نيزوكوميال انفكشن هلا اوبيريشن معناها عملية جراحية فهوان الفكرة انه مرات الواحد بدخل بعمل عملية بس اه لما يفتحوله جسمه ممكن مثلا بكتيريا اذا كانت مثلا غرفة العمليان مش نضيفها وكذا تروح تدخل عجسمه وتعمله الف بلوة غير اللي هي اساسا كانت عنده وهذا الانفكشن انتو بسميه النزوكوميال انفكشن باقد العدوى من المستشفى من العملية مثلا اه وهي تمام فهي احنا خلصنا النقطه الاولى اللي هكينا فيها انه هاد بالعادة بكون ذلك تكنولوجيا بيكون غالي والنقطه التاني اللي هي حكينا انها الامراض بتكون كتير متقدمة والنقطه الثالثه انه هادا بالعادة ادس الديسيز يعني هو رحيضيف امراض للمريض النقطه الرابعة بخصوص التيرشة لهذه الكير انه هاد بالعادة بيغطي بس شريحة بس معينه من المجتمع بيخدمهم مثلا خلنحكي مركز معين مثلا تمام بقدم ترشري هذكير هو بيكون بقدمها خاص نص لمين مثلا الناس اللي عايشين بس بها المنطقة اللي حوالين المستشفى فهمتوا كيف فبس فبحكولنا انه المستشفى يعني الاشخاص القريبين من المستشفى هما بس اللي رح يستفيدوا من هاي المستشفى اللي بتقدم الترشري هذكير طب الناس اللي بعاد لهم مركز تاني لهم اللي ابعد لهم مركز تاني لهم مو هكذا في المنطقة كل منطقة بيكون لها مراكز معينة للترشري هذكير اللي لهاي المنطقة فهدول كان هما الشي يسموه الهوز كيوريتف كيوريتف كيورينتد اه كيه تمام اللي هو يعني الناس اللي الكير اللي عايز صحية داعتهم بتعتمد على المستشفى والنوم بالمستشفى ونوم رح يعني يكونوا ويكون في فيه ادميشن بالمستشفى يكونوا يناموا فترة طويل بالمستشفى هادة هو الخصائص يعني باختصار للناس اللي بيناموا بالمستشفى انو هاد الاشي بيكون غالي بيكون بيكون يعني بيضيف مرض على المرض الاساس انت عندك وبرضه بيكون يعني الناس اللي قريبين من المستشفى فقط تمام هيك الحمد لله بنكون خلصنا البرايمري والسكندري والتيرشري وهيك خلصنا كل الليفلز الحمد لله نجال عنكم تكونوا في متوهم ممنيح تمام تمام هلا عن شو رح نحكي نحكي عن هيك اكتر من عنوان كل عنوان تقريبا سلايد واحد فما تخافوا موضوع كتير سهلين هو الصعب كان او الطويل خلنا نحكي مش صعب ابدا هو كان الليفلز اوف كير وهدول الدكتورة كتير بتجيب عليهم اسئلة الامتحان بصراحة فمهمتكم تكونوا في متوهم كتير منيح وتعرفوا تسرق وبيلعتهم اوكي تمام اما بالنسبة لهدول العنوين خلينا هلا نبلش فيهم واحد واحد هلا اول عنوان بدنا نحكي عن الاكسس تو هيلث كير يعني كيف لازم انو كل الناس يكون عندهم القدرة على انهم هما يبصلوا للبرايمري والسكندري والتيرش هاي الاكسس تو هيلث كير زي ما حكينا انو لازم هي مكتوبهم بالاحمر حكي الدكتورة انو حكينا من قبل انو لازم يكون اكسسابل يعني الكل بقدر يستخدمها انت بس تمرد بس يصير بدك عملية بس ابصر شوك وما لك بتلازم انو انت يكون عندك القدرة على الوصول لهاي المراكز الصحية وهاي المستشفية تمام فبيحكولن انو شو تعريف هلي انتو لازم تحفظوه انو الاكسس تو هيلث كير معناه انو means having the time the time to use of personal health services to achieve the best health outcome the time to use يعني when we need it يعني متلا انا هلق مرشحة هلق منص الليل متلا بدي اروح على المستشفى معناها لازم هلق يكون عندي اكسس الها اكون قادرة انا اروح تمام فالاكسس معناها متى ما انا بدي بقدر انا دايريكت اروح واطلقى الرعاية الصحية فهاي نقطة كتير مهمة والدكتور يعني حط عليها خط تمام واحنا كمان لو عملنا دوسية حطينا الها خط فبس هيا انو the time to use of personal health services to achieve the best health outcome حمام انو when we need it لما انت تحتاج health services اللي هم الخدمات الطبية انك انت تلاقيها ليش طيب انت بدك تستخدمها لما تلاقيها to achieve the best health outcome علشان انت والله يشو اسمه يصير في عندك احسن صحة واحسن health outcome فهي لو بدنا نعيدها سريعا هي انو انت تستخدم ال health care services ماشي لما time to use يعني لما انت تكون تحتاجها بالوقت اللي انت فيها بتحتاجه ليش to achieve the best health outcome علشان انت تحصل على احسن نتائج الطبية و انو صحتك تصير تمام بالوقت اللي انت بتحتاج فيه انك انت يعني يعني بتحتاج فيه ادعاية صحية تمام اوكي اوكي طبع الغرف والعيادات والاقسام تمام والثالتة انو انت يكون في عندك القدرة انك انت تقابل الطبيب وتحكي معه فاذا كنت عندك هذول التالت القدرات معناها انو انت في عندك اكسس to health care انك انت قدرت تدخل المستشفى قدرت تتمشى وتتمختر و تدخل العيادات و تدخل اقسام دول المستشفى و ثلاثة انك قدرت انك تشوف الدكتور تحكي معه تستشيره و انو يخلص يشوفك ويعالجك تمام انت هيك بكون نشوف عندك access to health care فخلينا نقرأ هاي اشتغلات بحكولنا انو عشان تحكي انو انت عندك access to care لا health care require the three discrete steps لازم يكون عندك ثلاث خطوات يعني موجودات عندك الاولى هي شو gaining entry into the hospital care system يعني انو انت تدخل entry معناها دخول ماشي into the health care system انك اساسا تدخل على المبنى تدخل على المركز الصحي و تدخل على المستشفى و هاي تمام اوكي والتانية اللي هي getting access to site of care where patient can't receive needed services انو احنا ندخل تحديدا على المكان اللي احنا بدنا اياه يعني مثلا انا ما بدخل بيث المستشفى هيك مشكلة عام انا مدخل المستشفى بدنا مطلع الطابق الخامس على قسم الباطني بروح هنا كنتو كيف هاي هي النقطة التانية والنقطة التالتة انو انا لاقي الدكتور اللي يعني ينفعني الدكتور اللي لحالي تمام فالتالتة هي finding providers معناها دكتور تمام هومي the need of individual patient اللي انا خصنص individual معناها شخصي يعني اللي انا شخصيا بحتاجه مش والله اي مريء اي دكتور شو ما كانت خصص ولا انا بدي دكتوري اللي انا لحالتي تمام اوكي with a home patient can develop a relationship يعني دكتور اللي انا بقدر اعمل معنا علاقة دكتور مع مريض يعني يكون دكتور محترم يكون دكتور منيح يكون دكتور لحالتي انا خصنص تمام وبس انو بكون في عندي communication and trust يعني بكون في عندي تواصل وثيقة مع هذا الدكتور يعني مش بس الاقي دكتور لا لازم يكون meet the need يعني هو يكون بقابل الحاجة اللي انا بدي اياها يعني دكتور عظام دكتور قلب وبرده كمان لازم هو يكون انا بقدر اعمل معه علاقة دكتور مع مريض اللي هي شو بيلزمها بيلزمها زي ما حكينا communication وال trust التواصل والثقة هلا مرات لما تكون مثلا انثى رايحة على المستشفى علشان تقدر يكون عنده communication و trust لازم تكون دكتور دكتورا مش دكتور وبرده كمان نفس الشي مرات الاسلام بيحب يروحو على المستشفى عشان يصير communication و trust صف بيحكوك والله انا بدي دكتور زهم مثلا او هيك تمام الاحمر يعني وجود دكتور المختص واذا كانت امرأة لازم تروح تلاقي دكتورا انثى تمام فهاي الشغلات مهمة فاحنا عشان يكون عندنا access لازم نمر بثلاث مراحل ندخل للمستشفى ندخل القسم اساسا تعنا وبرده فايندينك بروفايدرز يعني انو انا الاقي الدكتور المختص اللي انا رح يلبي النيد تعتي الحاجة تعتي وانو برضو كمان يكون في communication and trust وواصل وثقة ومنيحة بيننا تمام اوكي هلا هون بيحكو لنا انو ال access ماشي هاد انو انا ادخل المستشفى ادخل الاقي بصر مين هاي الشغلات كلياتها بحكمها تلت عوامل ماشي هاي بيحكو لنا انو فيه تلت عوامل بتأثر على ال access الى المستشفى يعني خلينا نحكيهم هلا بيحكو لنا هاي ماشي مش كل الدول عندها access بالطريق الصح يعني فيه كتير ناس بيكونوا بحاجة مستشفى بحاجة رعاية صحية بس ما بيقدروا يروحوا طبعا هذا الاشي حسب عوامل معينة هلا رح نتعرف عليهم شو هم مهدر العوامل اول عامل اللي هو العامل الاجتماعي تمام كيف يعني العامل الاجتماعي مرات في بعض العوائل بمنوع البنات لهم يروحوا ياخد مثلا العلاج اذا ما كان فيه دكتور او اذا ما كان اخوها معها او مثلا اه بعض الشغلات المعينية هم ممكن يمنعوها انها تعملها معنها هي ممكن تكون في مصلحة صحتها ولازم انطروري تعملها فموضوع الاشي الاجتماعي هذا كتير مهم فالسوشال فاكتور هاي زي ما مكتوب المثال الدكتور حكيته مثلا المرأة احيانا تمنع من استخدام المرافق الصحية الا بوجود رجل المعينة اما بالنسبة ل اللي هو العائق المادي يعني ممكن يكون واحد بحاجة مثلا نروح للدكتور بس لا معاهة مثلا الكشفية ولا معاهة الادوية ولا معاهة العملية ولا اشي فخلص وتلاقي بعض بالبيت ما بتعالج تمام فهذا هو تاني شغلة ممكن تحدد والثالثة اللي هي السياسات الصحية مثلا اللي موجودة بالدولة يعني ممكن هاي الدولة تكون والله بتضيق على الانسان او مستشفياتها سيئة او نظامها سيئة او مش كتير فيها مثلا التأمين الصحي او سياسات هاي كلها تات وزارة الصحة ممكن هي نفسها تكون بتصاعب على الناس انهم هم اساسا يروحوا على المرافق الصحية هاي تمام زي كيف زي هذا المثال اللي هو مكتب هون مثلا انه مرات شو بيعملوا المرأة الحامل بيمنعوها انها هي تزور المركز اللي بالمطقة عندها عشان يكون في عندها ملف خليني اعجلكم اياها بدين تقراها هلا الفكرة هون انه مرات يعني الحامل تمام بيحكولها انه انتي مركز صحي واحد تتابعي فيه تمام طب اللي نسترد واحدة كانت مثلا مسافرة من المحافظة المحافظة وهي حامل تمام؟ وحزت حالها بدت تراجع دكتورها او كذا او بدها دكتور نسائية تروح مثلا على مركز تاني بيحكولها لا انتي لازم تراجع المركز تاعك اللي بالمنطقة اللي انتي عايش فيها لانه ملفك هناك ملفك مش عنا فاحنا بننتظر منك مثلا ما بنقدر نعالجك وهكذا والدكتور هكت مثال مثلا لو كانت مرأة عند بيت زوجها وكانت حامل وكانت تتراجع بالمركز الصحي اللي جمهم تمام؟ بعدها راحت عند دار اهلها مثلا بمحافظة تاني لنفترض جوزها بعمان واهلها باربد راحت عاربد مثلا اعطت اكب من يوم اذا بدها تراجع دكتور نسائية باربد ما بيخلوها بيحكولها ارجع عمان ملفك هناك بيحكي هناك عند الدكتور فمطلا هذا الاشي هو عبارة عن هلث بوليسي هو عبارة عن سياسة صحية بس اللهم هي ممكن هون هي تقلل الاكسس للناس للخدمات الرعاية الصحية ففي عندي انا ثلث محددات لا الاكسس اللي هو زي ما حكينا الاشي الاجتماعي السوشال فاكتور الاشي الاقتصادي اللي هو الاكونامك فاكتور وبرضه الاشي يعني السياسات والقوانين ممكن هي كمان تحدد وصول الناس للمستشفيات تمام؟ اللي هي الهيلث كار سيستم بنرتبها بنعملها ليش؟ هي بيحكوه لنا يعني نلبي احتياجات للمجتمع اللي نحن فيه من النواحي الصحية ويحطر على الصحة اللي هيها ويتعالجوا من امراضهم هذا كله شو كان الحكي كان الحكي عن موضوع انو وصول الناس وقدرتهم على استخدام المرافق الصحية فهلا بكل جمال بنقدر شو بنقدر ناكس ده محكي ناقول شي عموضوع ال Level of Care اللي خلصناه وبرضه ناكس عموضوع Access to Health Care الحمدلله خلصناه وفلناه كثير منيه. هلا بنا نحكي عموضوع شو سلايد واحد بس هيكون عن Health Care System. Health Care System اللي هو نظام الرعاية الصحية اللي موجود بالبلد. هلا Health Care System هادا اللي هو زي محكي نظام الصحة اللي هو زي المراكز الصحية المستشفيات وكذا هدول كل هم هما Health Care System. هوا يعني المراكز الصحية كلها ونظام الصحي كلها الموجود بالبلد. هلا هادا يعني هو عبارة عن مجموع اللي هي الجهود اللي كنايزة المنظمة. فهو عبارة عن ترجميع للجهود المنظمة اللي موجودة بالمجتمع المكان اللي انت فيه او النيشن اللي هي زي ما تحكوا اه المكان كامل ككله يعني اللي انت موجود فيه مثلا زي منطقة الشغل الاوسط او اه اللي هي المجتمع كامل او كذا يعني يعني هو عبارة عن الجهود المقدمة بمنطقة معينة تمام ليش علشان احنا نقدم للناس الرعاية الصحية ان اردر تؤتين عشان شو علشان تؤتين يعني يحصل على شو يعني تم زي ما تحكو تقريرها مسبقا ماشي معناها اهداف فانا زيك انه انا كنت حاطب بالي اهداف هاكي معنا كلمة بري دي تير ماين انه كنت حاطب بالي اشي من قبل او قررت اشي من قبل ماشي يعني قررت انا اهداف من قبل بدي اعملهم عن طريق انقبلي مستشفيات فانا لما قبني هاي المستشفيات واعمل هادا الهيلث كير ليش بكوني عملته علشان انا احقق هدول القولز اللي انا حطيتهم ببالي اللي هم اهداف بناء المستشفيات اهداف بناء المركز الصحية وهي اشتغلات تمام فانعيدها سريعا هي مجموع of organized effort يعني هي مجموع الجهود اللي شو اسمه المنظمة اللي بتصير على the community بالمجتمع بالstate بالnation اللي انت عايش فيه ليش تدليفر health care ليش طيب احنا بنقدم الرعاية الصحية ليش بنقدم health care in order to attain علشان انت تحصل على pre-determined health care goals علشان تحصل على الاهداف اللي هي pre-determined اللي انت اساسا كنت تحطها بالك من قبل ما تبني هاي المستشفى كأنك انت كنت تحط اهداف ببالك وبنيت المستشفى بعدين هصلت انت على هدول الـ goals على هدول الاهداف اوكي تمام هلا بحكول انه هاد الhealth care system هاد النظام الرعاية الصحية implies organized activity يعني هي زي ما بتحكوا نشاطات مرتبة بتكون دي بناء مستشفى تعينيين دكاترا كذا to achieve an optimal level of health عشان توصل لاعلى مراحل الهدث والصحة بالمجتمع اللي انت موجود فيه يعني هي for a defined population يعني لمجتمع معين اللي هي catchment population يعني الفئة او المجتمع المستهدف تمام؟ فهي مجموعة organized activities activities معناها سلوكيات او انشطة فبتقوم يعني هدفها انه نوصل للـ optimal health care اه يعني احسن صحة ممكن الواحد يوصلها ب defined population بمجتمع معين اوكي تمام هلا بحكوا لنا برضو كمان هون انه a health care system اللي هو نظام الرعاية الصحية من شو بيتكون بتكون من الorganization اللي هما زي ما تحكوا المنظمات people الناس actions اللي هي الافعال who's primary intense اللي اولويتهم هي شو to promote يعزز restore يعني يرجع or maintain يحافظ على الهلث الصحة فهو شو ديك انها هو عبارة عن المنظمات والناس والأفعال كلها اللي اهم اللي اولويتها او يعني اش كتير مهم بالنسبة لها انه تعزز الصحة ترجع صحة الناس اساسا نيحة كتير وانها to maintain health انه تحافظ على صحة الانسان تمام فهدول هما كلهم شو يعني تعريب خنحكي الهيلث كير سيستم تمام انه هو المنظمات والناس والأفعال اللي احنا بنعملها علشان شو علشان promote يعني يعزز restore انه ترجع صحة انسان اطلا بعد ما تعرض لحادث تعرض لمرضة وكذا وبرضه كمان maintain علشان انت تحافظ على صحة الانسان كمان اوكي فتمام هلا الجملة اللي بعدها شو بيحكو لنا بيحكو لنا انه هذا الهيلث كير سيستم هو مش عبارة عن اشي مغلق اه متلا كمان مستشفى خلص وقلص احناك خلصنا والله الهيلث كير سيستم بالأردن لا هو الموضوع اشي بكون دايناميك دايناميك معناها اشي متحرك يعني اشي متتدور كل سنة بنجدد مثلا المستشفى بنجدد بالله نبني مستشفى جديدة بنبني مراكز صحية جديدة بنطلع عدول بره شو بيعملوا ممكن ناخد منهم افكار كتير حلوة وهكذا فهي مش عبارة عن اشي نايم مثلا خلص احنا بنعمل نظام الصحي وبننام لا هو عبارة عن دايناميك بروسس يعني انها هي اشي بضله يتفاعل تمام فبحكو لانه الهيلث كير سيستم هو مش اشي مغلق خلص بنعمل وخلص لا هو عبارة عن اوبن سوشل سيستم دائما بكون بيشي حركي دائما في تطوير في تعديل في اضافات على نظام الصحة تمام فبحكو لنا هيو بالعربي انه يعني مش بس نظام مغلق بالعكس في علاقات مع انظمة اخرى بالدولة مع مؤسسات اخرى تمام يعني وزارة الصحة بتكون متعاونة مع ابصرمين وهكذا او بتطوروا نظام الصحة وهيك تمام اوكي طبعا هون كان بس هيك فقرة هيك حزيتها بالعبائدة يعني عند الهيلث كير بس فقرتها انه احنا هدفنا هون انه احنا نحقق بريدي ترمينت هيلث كير جولد ماشي علشان احنا نخدم ببيوليشن معين وهي عبارة عن المنظمات والناس والافعال اللي هدفها تبروموت رستور انت مانتين هيلث وزي ما حكينا انها هي اهم اشي انها هي عبارة عن دايناميك بروسس بتضلها بحركة بتضلها بتجديد مستمر هلا هيك حلص احنا بنكون خلصنا الموضوع الاول كامل وموضوع الاكسس تو هيلث كير وموضوع الهيلث كير سيستم كده عريف عام الى هلا العنوان اللي بعده رح نحكي عن شو عن الويل فونكشنينج هيلث كير سيستم وشو هو بيحتاج هلا احنا النقطة اللي دابنا كنا نحكي عنها انه شو يعني اساسا هيلث كير سيستم النقطة هاي اللي هلا رح نبلش فيها هي عن الويل فونكشنينج هيلث كير سيستم انه شو هي الصفات اللي بتكون منيحة يعني اا وانه يكون النظام الصحي بالبلد منيح شو بيتطلب منه تعالوا نتعرف مع بعض بقول لانه الويل فونكشنينج يعني اللي هو اا المصنوع بشكل جيد خلينا نحكي هيلث كير سيستم ريكواير اا يعني النظام الصحي السليم اللي صنع بطريقة صح شو رح يحتاجه يعني عشان نبني نظام صحي صح و تمام وسفاح وكذا شو رح نحتاج واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس سرح نحتاج خمس شغلات اول شغلة الماني اكيد طبعا احنا نحتاج الفلوس بكل اشي فاهم اشي عشان احنا نبني مثلا مستشفى نبني نظام صحي نبني يعني سيستم صحي لازم يكون في هنا شو يعني لازم يكون في هنا فلوس تكفي والله عشان انا اعمل مراكز صحية ومستشفى و هكذا طبعا هذا لابد منه تمام تاني اشي بدنا طبعا دكاترا وهو مورضين وكذا وهو النقطة التانية اللي هو الول تريند والتريند معناها مدربين بشكل جيد مدربين بطريقة منيحة مدربين بطريقة منيحة كلمة بيد معناها مدفوع الاجر او حدا بياخد راعتب فانت هون لازم يكونوا هدول الدكاترا اللي بتجيبهم مدربين منيح وعندهم مهارات وكذا واثنين انه يكون بتقدر انت تتفاعلهم راعتب ثالث اشي لازم يكون عندي عشان انا اعمل نظام صحي منيح انه يكون في عندي ريلايابل انفورميشن لازم يكون في عندي معلومات صحيحة حتى والله اعرف ابني مستشفى و برضو لازم يكون في عندي بوليسيز يعني سياسات صحيحة حتى برضو كمان ابني مستشفى او ابني مراكز صحية او كذا يعني ما بزبط هيك مثلا هيك على البركة مثلا ابني او باي مكان ابني او كذا لا لا لازم عشان انا ابني مستشفى لازم احط لها قوانين صح لازم احط لها يعني ما في اشي مثلا بدون قانون ما بزبط لا لازم كل شي يكون القوانين لازم يكون في قرارات باسخارمة قرارات صح بهاد الاشي فهون احنا رح يعني نلجأ للناس اللي زي ما تحكوا صناع القرار بهذا الموضوع انهم بيتخذوا قراراتهم كلها من المستشفى بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة وكذا تمام اوكي فهون شو الدكتور كتبت نوت او شو حكت نوت يعني عنها هاي الموضوع على هو موضوع reliable information ان المعلومات اللي هون تكون تمام بيحكوا لنا عندنا ذات عملاقة في مجال الصحي فيجب ان تكون صالحة ويمكن الاعتماد عليها لنبدل الخطط والقرارات عليها انا مثلا تقرير سنوي يوضع فيه كل ما حدث خلال السنة عشان نخطط بشكل سليم للمستقبل ونقف على اسباب المشاكل اللي كان بتحكي الدكتور امون انه احنا كل سنة لذي ما بتقرؤوا تقرير سنوي وزارة الصحة بتدرس شو صار انا معاي مثلا بالاردن خلال هاي السنة مثلا والله زادت اعداد مثلا سرطنات والله الولادات كانت كلها مثلا منيحة وفيات الاطفال صارت تتقل او صارت الدين فهوان احنا بندرس كل اشي ليش زاد وليش قل المرض هاد ليش زاد وليش قل نشوف شو العوامل اللي اثرت فيه وعلى اثرها ممكن احنا نتخذ سياسات جديدة بالدولة او بالمراكز الصحية وكذا تمام اوكي هلا هيك بنكون احنا خلصنا اول تلت شغلات بلزمونا الاولى اللي هي الفلوس التانية اللي هي القوى العام اللي يكونوا مؤهلين ومنع وتالت شغلة هي قرارات سليمة بشكل عام يعني بخطوص هاد النظام الصحي اربع اشي هو مرافق فانا مثلا دي ابني مستشفى ما بدي الدرج يكون مكسر والحمامات كثير وصخة والغرفة تكون ادى على كبرية وهكذا لا احنا بدنا مستشفى تكون مرتبة ممراتها منيحها بوابها واسعة نظيفة مثلا وهكذا فهاكي احنا مكون خلصنا الرابعة كمان اللي بنحتاجها عشان يكون في عنا ايه والاخيرة الخامسة اللي هي شو كواليتي ميديسن اند تكنولوجي تمام انه احنا لازم زي ما تحكوا نعطي ايه اللي هو الطب ادوية ايه وبرضه كمان تكنولوجي اني انا اضل اواكب العلم اواكب التكنولوجيا اواكب مثلا احدث الاجهزة الطبية اللي عم تنزل وهكذا اوكي فهدال الخمس شغلات ضروري يكونوا عنا ازا احنا بدنا نعمل شو والفونكشننج هيلث كير سيستم يعني هيلث كير سيستم نظام صحي سليم بيشتغل بطريقة منيحة وسليم تمام اوكي هلا هون بدنا نحكي عن مصطلح مهم واللي هو احنا بسميه الجي دي بي اللي هو اختصار كل حرف منا برمس لاشي الجي ترمز لكلمة شو الى كلمه اوكي دي بي اوكي دي بي تمام شو هو ال جي دي بي اللي هو نفسه ال جروس دوميستريك بردكت هلا بحكي لك انه يا عزيزي احنا كل سنه الدولة بتعمل مشاريع بتعمل زراعة بتعمل تجارة بتعمل ضرايب بتعمل مخالفات سر بتاخد عليها فلوس المهم انه نهاية السنه الدولة بتكون شو كسبان الفلوس كل سنه اكيد يعني كدولة بتكون لها استثمارات اللي هي عم تاخد منها فلوس هلا كل زي ما تحكوا كل سنه كم الدولة طلعت فلوس هاد انا بسميه كروس دوميستريك بردكت تمام لنسترد مثل الاردن هاي السنه طلعت مثلا واحد مليون مش عارف كم اسفر المهم فالدول مثلا واحد مليون رح تصير توزيعهم والله عشرة بالمئة مثلا منهم بروحوا على الصحة عشرة بالمئة مثلا منهم بروحوا والله مثلا منح لطلاب الجامعات خمسة بالمئة مثلا منهم بروح لأيتام ما زي هيك افهمتوا كيف يعني او مثلا خلينا نحكي 10 بالمية منهم بروحوا لامانة عمان انهم يبنوا منتزهات جديدة وهكذا تمام فإهنا هو المردود المادي اللي بيجي من مشاريع الدولة وهذا احنا بنقيسه كل سنة تمام هلا قديش مثلا الصحة او قديش المرافق الصحية بالعادة بتاخد نسبة من الجواب عاد الموضوع هو بالاردن 9 بالمية طبعا هاد الحكي كله هلا رح نقرأه تمام فهو الفلوس اللي الدولة بتجميعها بشكل عام طول السنة طيب الاردن قديش مثلا لما يوصل لها مبلغ كثير كبير قديش بتخصص للصحة ولبناء المستشفيات ولتعديل المستشفيات وللأدوية ولهالقصص قديش الاردن بتخصص 9 بالمية وهي نسبة عالية بالنسبة لباقي البلدان يعني باقي البلدان مثلا بتلاقيهم 3 بالمية بس بيعطوا للصحة او 2 او 5 او 6 بس الاردن كتير ممتاز انها هي بتعطي 9 بالمية من الجواب سترك بردكت لها للصحة تمام فهذا نفس اللي حكيته تعالوا يلا بينا نقرأه بيحكولنا انه بيحكولنا انه المجال والقطاع الصحي جزء مهم كتير من اقتصاد الدولة ليه لانه هو بكون اكيد عم ياخد من فلوس الدولة وعم يعني زي ما تحكوا كل ما كانت الامراض اكتر بالدولة معناها ان الاقتصاد رح يصير ينزل صح وكل ما الاقتصاد كان اكتر معناها الصحة رح تصير اكتر ففي علاقة طردية بينهم كل ما زاد الاقتصاد والفلوس بتزيد الصحة وكل ما قلت الصحة بقل الاقتصاد والفلوس تمام اوكي هلا بيحكولنا انه ب2008 كانت نسبة يعني القطاع الصحي واللي بياخده هي كانت 9 بالمية زي ما احكيت لكم وهو مكتوب انه هي نسبة جيدة من مين من جروس دي مستر كبرو دكت زي ما انا هلا ام شرحت لكم تمام هلا هونه اه تسعة بالمية مكتوب انها هي بشكل عام للديفلوبت كوانترس يعني كل الدول المتطورة بس معلومات انه الاردن huh وهي معلومة انه دكتور احكيت خلال الفيديو الاردن من الدول برضو كمان اللي بتعطي 9 بالمية لشو؟ لا الصحة من الجروس دومستر كبرودك داعه تمام فاحنا هون مكتوبيا بسلايدات انه هي 9 بالمية في الديفلوبت كنترس بس احنا بالاردن برضو كمان تسعة بالمية من الغرس دمسترك بروتك بيروح للقطاع الصحي تمام هلا هم بيعرفونا الغرس دمسترك بروتك بيقول انه هو المونيتاري ايكوناميك value of all finished goods and services produced within a country's border in a specific time period يعني هو هو value يعني قيمة تمام قيمة of all finished goods سلع and services خدمات يعني كل السلع والخدمات اللي قدمتها الدولة والي استثمرتها الدولة قديش قيمتها ماشي وين قديش قيمتها جوا الدولة نفسها يعني قديش الدولة نفسها استفادت in specific time بالعادة هذا التايم بيكون خلال سنة هاي الموارد او هاي الفلوس اللي رح تيجي من هدول البضائع والخدمات اللي قدمتهم الدولة الفلوس اللي رح يرجعه للدولة الفوائد اللي رح ياخدوها هذا هو اللي انا بسميه cross domestic product تمام وهو بالعادة احنا بنحسبه سنويا يعني in annual basis ماشي given year تمام يعني خلال كل سنة احنا بنقيس the gross domestic product بهاي الدولة وتسعة بالمية منه بناخده للغضاء الصحي تمام اوك هلا the gross domestic product طبعا هذا كل ما زاد معناها انه الاقتصاد بهاي الدولة ممتاز صح اكيد فبيحكولنا انه the gross domestic product هو the economic health of a country هو بشكل عام كل ما زاد بزيد اقتصاد الدولة وطبعا the economic health هو جزء من اقتصاد الدولة صح اوك وتالي النقطة انه هو is an indicator of country's standard of life يعني كل ما زاد the gross domestic product معناها انه standard of living اللي هو مستوى المعيشة بهاي الدولة احسن واحسن واحسن تمام طبيعا لانه هو عبارة عن الفلوس اللي بترجع للدولة فاكيد كل ما زاد كل ما زاد مستوى المعيشة بهاي الدولة تمام اوك هيك احنا شو ايه لا لسه ما فلص خلينا نكمل عن the gross domestic product هلا بحكولنا انه هلا مش احنا حكينا انه بالاردن تسعة بالمية من the gross domestic product بروح للصحة بحكولنا انه الاردن سفاحة اساسا اللي بتعطي للصحة تسعة بالمية لا لانه بحكولنا انه بشرق الاوسط منطقة الشرق الاوسط منطقة الشرق الاوسط احنا بالانجليزي بنرموزيلها بميناء ميناء اختصار middle east and north africa هلا هاد المنطقة اللي احنا عايشين فيها اللي هي منطقة الشرق الاوسط اللي هي middle east and north africa هاي هاي بحكولنا انه الاردن تاني اكتر دولة بتهتم بالصحة وبتعطيها من the gross domestic product فيها هي الاردن تخيلوا بعد لبنان فلبنان هي رقم واحد من الدول اللي بتعطي فلوس لقطاع الصحة من the gross domestic product بتاعها والاردن هي تاني اكتر دولة بتعطي فلوس للمجال الصحي وهذا يعني اش كتير منيح طبعا هاي الدراسة كانت عام 2005 طبعا هاي بحكولنا انها هي بتعطي هي تسعة بالمية زي ما حكينا من the gross domestic product تاعها هيك الحمد لله خلصنا عنوان اللي هو well functioning healthcare require a يعني شو هو النظام الصحي المنيح بحتاج شو وحكيناهم هم كانوا خمس نقاط وحكينا عن مصطلح gross domestic product تمام وان شاء الله انكم في انتوه كتير منيح هلا ضايل عنا بس مصطلحين بنا نشوف شو هم اول واحد رح يكون هو هو عبارة عن مصطلح اسمه economic burden of disease خلونا نشوف شو هاد هايو اللي هو economic burden of disease هلا كلمة burden معناها عبق شو يعني هات الحكي يعني مثلا خنحكي اه عشان تفهموها اكتر فهموها مثلا عن مستوى البيت وهكذا هلا لما واحد بالبيت مثلا يمرض خنحكي الاب تمام اه الله يخلي لنا كل يعتنا ابا هات مال لنفس الاب مرض وبطلي قادر يشتغل وصار وضع البيت كتير سيء صح حون كان في عبق على البيت بسبب مرض الوالد صح لانه لو هو كان بصحته وكان بعافيته كان هو ادري يشتغل وكان الايكونومي تاع البيت كان اقتصاد البيت كان صار احسن بس احنا بسبب المرض بسبب اليسيس صار احنا قادر في عندي اكونومك بردا مسار في عندي مشكلة مسار في عندي بعض furnished وستثنا illeg Military بسبب المرض تمام وهذا هو المفهوم اسمه يهو العب الق самой الحقيقgate مستوى الدولة انه برضه كمان الامراض بتشكل عبق على الدولة يعني مثلا لما يكون والله الدولة هاي فيها مثلا كتير امراض والمستشفيات 24 شغالة 24 ساعة فيها شغالة والمدخنين كتار وكبار السن كتار وفيات الاطفال كتار هذا كله بديد لبع على المستشفى وعلى الادوية وعلى الذكاترة وعلى كل هدول الناس بكون شو بدهم مشتغلوا اكتر هذا كله بصرف من فلوس الدولة بيكون بعلاج الناس تمام فعلى ذلك هادا هو اللي احنا بتسميه ويكون على شكلين يا اما على مستوى الفرد واسرته مثلا الام او الاب مرضوا فالله الابناء مثلا بطلوا يمصرف عليهم تمام او ممكن الابناء مثلا مرضوا فالام والاب صاروا يصرفوا كل فلوسهم على العلاج تالا اطفال وبطل فيه رفاهية بالبيت او على مستوى الدولة انه الدولة ككل كتير بتدفع وبتصرف على الامراض فكلما زادت الامراض كلما الدولة عم بتحط مصاري اكتر على الامراض تمام فهذا هو المقصود فيه موضوع economic burden of the season نقرأ مع بعض بحكولنا يعني اذا بتشكل الامراض عبئ فكلما تحسنت الحالة الصحية في المجتمع كلما قل العبئ الاقتصادي تمام والعكس صحيح طبعا كلما قلت الحالة الصحية كلما زاد العبئ الاقتصادي تمام وكلما تحسنت الحالة الصحية كلما قل العبئ الاقتصادي تمام فهون بحكولنا انه the economic impact التأثير الاقتصادي of ill health للناس اللي صحتهم سيئة lead to a number of questions concerning the consequence of disease or injury هذا الاشي رح يعمل لي consequence نتائج لل disease او الانجري للاصابة او المرض اللي صار شو هي النتائج اللي طلعت بسبب شو اسمه بسبب هذا ال health بسبب هذا الانجري او disease وعملتلي economic impact يعني هو المنضوع كان اول شي صحي ومرض وتحول وطلع تأثيره على شكل economic impact تأثر على الاقتصاد تمام اوكي حلو وحكينا انه الا شكلين يا اما على انزمتكو على مستوى الاسرة او يا اما هون على مستوى مين على مستوى الدولي نقرأ تاع الاسرة بالاول بحكول لها some of these questions related to at the level of household يعني جو البيت such the impact of ill health on the household's income يعني انه اذا واحد من البيت مثلا مرض فهذا الاشي رح يأثر على اقتصاد وعلى صرف الفلوس كلها اللي موجودة بالبيت ماشي وفي هون عندنا مثال الاحمر اللي هو مثلا لو تقاعد الاب بشكل مبكر لظرف صحي رح يأثر على البيت باكثر من جانب سواء صحيا تعليميا لانه كل اقتصادهم بالبيت تغير رفاهية رح تقل ورح بطل فيه فلوس وهكذا اما بالنسبة للدولة كدولة بحكول نواة الاثر related to the impact of disease on the country تأثير على الكونتري على الدولة ككل current and future gross domestic product ممكن الـ gross domestic product كله نواة الدولة تلاقيها عم بتقل ليه فلانه الدولة كتير اساسا عم تصرف على موضوع الصحة فالفوائد والفلوس اللي بتجيها نهاية العام ما بتكون كتير كتير اوكي تمام الافية انه شغلة مهم ماشي هي مصطلح health outcome شو يعني health outcome يعني انا لما اعالج المريض ماشي اب خلينا نرجع لمثال اب هل انا بس متلا اعالجه ويصير متلا كان اب مريض وصار اب سليم هل اهول هل هون بس انا التأثير الوحيد انه صحة الاب بدل ما كانه مريض صار سليم هل هو بس هذا اكبر متلا اشي صار عندي لا ان بهذا الوضع حولت اسره متلا خانيحكي فقيرة او اسره متلا حالها على عندها لا اسره وضع حالها منيح تمام هاك المطوضع حالها منيح اوكي فهذا هو المقصود بال health outcome اللي هي زك انها يعني كيف انا بترجم موضوع اني انا عالجت واحد لفلوس انه هذا اللي انا عالجته رح يرجع انسان منتج رح يرجع انسان بيشتغل ورح كثير هنا هو يكون انسان يعني مش عبق على الناس او رح يكون انسان منتج ويخدمي ولاده وهكذا فهذا هو health outcome كيف اني انا بعكس الموضوع بصورة فلوس فهمتو كيف؟ فهذا هي بحقول لانه كلمة health outcome بالhealth economics هايدا الاشي the term outcome is used to describe the result of a health care intervention تمام هادا الاشي بيوصف نتائج الانتربنشن نتائج تدخل والعلاج اللي انا عملته للمريد بوزنه على شكل value assigned to that result تمام ماشي اللي هي القيمة المادية value معناها قيمة فانو هانا اصدحنا القيمة المادية اللي نتجت عندي اللي هي ال result اللي طلعت عندي من ناحية مادية هادي هي اللي انا بسميها health outcome يعني انا لما عالجت المريض الديف هاد رح ينعكس على الاقتصاد ان هو رح يرجع انسان منتج هي هك تمام؟ اوكي المثال وهذا التعريف يعني زي ما تحكوا احفظي فبيحكولنا يعني مثلا عملنا عملية مكلفة لهم المريض مع شيء وكتير كلفته هلا انا كحدا اقتصاد لازم اعرف لو انه العملية مثلا كلفته خلنحكي 1000 دينار بس بالمقابل هو رح يرجع يشتغل مثلا خلنحكي 20-30 سنة وينتج مليون 1000 دينار كمان فهاي هي احنا بنترجمها اقتصاديا بالهلث ايكونوميكس انه هو صرق مثلا عملية 1000 دينار بس بالان هو رح يشتغل رح يشتغل رح يشتغل بصرق كمان سنة وطلع كمان اكتر منهم بكتير كمان كيف؟ وبحكولي لو عمل العملية مكلفة للمريض نسأل نفسنا ما هي الفائدة او المردود هوا نقصنا المردود المادي يعني على الفرد لانه صار سليم مثلا وراح يرجع فرد منتج بي المجتمع تمام؟ فانه هون بنوزنها من ناحية فلوس بنعالج المرضى عشان يرجعوا منتجين ويرجعوا ويعطوا فلوس مثلا لو سريتهم او لنفسهم او هكما يكونوا مثلا عبق اكتر على الدول تمام هلا هون برضو كمان بنكمل بموضوع الهيلث بردن اف تيسيز بيحكوه لنا انه الهيلث كير اس كونفنشنالي رقارد اس ان امبورتن تيرمنت ان برموتنج دي جنرال هيلث ان والبيين اف بيبول اروند دي وورد معلومة جدا بديه هي انه الهيلث كير الرعاية الصحية هاي هي امبورتن تيرمنت يعني هي اشي مهم بتحديد البروموتنج يعني تعزيز الصحة والويلبيينج انه الواحد يحس حاله منيح فكل ما كان فيه هيلث كير وكان فيه رعاية صحية بالدولة معناها انه الهيلث صحة العامة للافراد وبرضو كمان الويلبيينج انهم هم يحس حاله منيح كله هاد رح يكون منيح فكل ما كانت الرعاية الصحية بالدولة اكتر كل ما الافراد تحس حالهم صحتهم احسن وانهم هم منيح بشكل عام ومن الان تلع هذا الموضوع من امثي على الهيلث كير اللي صارت بالعام بالعالم بشكل عام هي موضوع التخلص من مرض الجدري تمام هلا الجدري في ممكن تكون هلا بسمع عنه وهذا اللي بصير معنا وانحنا صغار بس احنا ما اصدنا عنه احنا فيه جدري زمان 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 قبل 1980 كان موجود جدري كان اول ما يصيب الانسان يموته تمام فحاول العالم كله انه يعمل هيلث كير بكل الدول علشان يقضي على هذا الجدري اللي احنا كنا نسميه سمول بوكس فالسمول بوكس هو هذا الجدري اللي كان موجود قبل عام 1980 وكان ضيما حقينا كان يقتل الناس تمام هلا راحت العالم كلهم عملوا هيلث كير منيح وعملوا قضاء تام 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 من عام 1980 لهلا ما ظهروا ولا حالة جدري من هداك الجدري لان العالم كلهم تكاثفوا وحاربوا هذا السمول بوكس وقضوا عليه نهائيا بطل موجود هاد المرض بالمرة هاد الانفكشن تماما بطل موجود بسبب هاي الهيلث كير اللي هم وقتيها حطوها والبوليسيز والسياسات اللي حطوها وقتها فقدوا عليه تماما وهان طبعا ظهرت اهمية الهيلث كير والسياسات اللي احنا بنحطها وبنلتزم فيها انه مثلا هاي والله يخلصنا احنا من هاد المرض اللي كان كتير خطير وكان عامل قصة زمان تمام؟ فتاعم نقرأ هاد الاشي بيحكولنا انه انا مثال متلا عموضوع الهيلث كير is the worldwide education of small box هلا worldwide يعني على مستوى شو العالم eradication يعني تخلص تام يعني ابادة متلا فيمتو كيف ابادة يعني مضلش ولا اش تخلص تام ماذا ؟ من الماءال س h小 box هذا هو نفسه ماذا جدري ثمام ايه estaban الف سحenta 2018 زين بيحكيت لكم هاد اللي عام بعد 1980 كان كتير يعانوا من أبتو�ائي باش بعد gefizience 1980 بطل ولا حدا يشوف هاد ال Riversinterpretation تمام؟ في وقتها ال WHO اللي هي worldwide organization منظمة الصحة العالمية أعلنت ان هادا اول مرض بالعالم يتم القضاء عليها بشكل كامل اول مرض في تاريخ البشرية تماما بسر اليمينيشن بسبب تدخل ووجود الهلتكير لانه عملنا الهلتكير هناك ووجدنا مثلا المراكز صحية معينة وعملنا مطاقين معينة وخلصنا تماما من موضوع الجدري تمام فهيك احنا بنكون حكينا عن موضوع كيف انه هو الامراض بتأثر على الصحة وكيف انه برضو كمان الهلتكير لما احنا نعمله كيف احنا هيك عم نلقى في العالم بنخلي الناس احسن اه صحتهم بصير احسن وهذا الاشي طبعا بأثر على الكل العالم مش بس على فرد او عدولة او احد هيك بنقدر برضو كمان نحط اكس عندي اه اللي هو التأثير الاقتصادي بسبب الامراض واخر اشي بس بدنا نشوف اخر سلايد اللي هو رح يحكي لنا عن شو الفائدة اللي بترجعلي لما يكون انا والله النظام الصحي اللي عندي كتير مميح وكتير ممتاز وكتير متوب عليه شو رح هذا الاشي يعني يرجع علي اللي هو هاد السلايد اللي هو اخر سلايد هلا اخوان بيحكو لنا انه الاجتماعي ما شي شو الاهداف والنماتج اللي انا بدي اطلع منها اول اشي السافتي اللي هي السلام العام ان الناس كلهم عايشين بسلام سلامة وما عندهم امراض خفيفة امراض خفيفة المعاناة وهاي الاساس اثنين تايم الانس اللي هي زل ما تحكو الوقت تمام فانا مثلا عندي مستشفيات منيحة ومواعيدها منيحة ودكاترا كافين ودكاترا كفوق فهذا الاشي رح يقلط تضييع الوقت مثلا بالمرافق الصحية اذا المهم مثلا يعطوا موعد الساعة تمانية والمريض يدخل على مريض الساعة احداش او ما يدخلش او الدكتور ما يكونش منيح هاد كله بكون مضيعة للوقت اما بالنسبة لا الهيلث كير المنيح فهدفه انه يكون بيوفر الوقت على الناس ويكون مفيد يعني ومنيح في الناحية الوقت وتعلى الشغلة اللي هي افكتيفنس افكتيفنس حكيناها المحاضرة الماضية حكينا معناها انه يكون انا في عندي تأثير فعلي من الاشي اللي انا عم بحاول اعمله تمام هي امباكت يعني تأثير اف سيرتين بروغرام لك فاكسينيشن انا اذا عملت فاكسينيشن تطعيم واختفى المرض تماما او قل او بطل يظهر عندي بالمجتمع معناها انه هذا هو افكتيف وهذا الاشي انا شو بسميه عنه افكتيفنس يعني انه هذا الاشي فعال الو امباكت الو تأثير فيه شغلات مرة انت بتعملها على الفاضي ستكون مثلا او مال تأثير بس مثلا زي موضوع المطعوم لا والله هذا الو تأثير و منيح و بفيد المجتمع و كل حاجة اوكي هلا رابع مصطلح برضو كمان بكون من نتائج او من الشغلات اللي احنا بنسع لها لما يكون في عنا هلتكير هو الافكاسي الافكاسي برضو كمان اخذناها وحكي على معناها انه انا ادفع اقل كمية من الفلوس واحصل على اكثر اشي جيد متاح الي بهذه البجت بهاي المنسانية الي معي فبدفع فلوس اقل وباخد اكثر اشي منيح موجود بهذا السعر تمام فهذا هو مقصود اللي في كسير وبرضه كمان هذا ممكن يتحقق لو كان في عندي هيلث كير منيح وسياسات منيحة اوكي وخامس اشي برضه ممكن يصير في عندي انا اذا انا كان في عندي هيلث كير منيح هو موضوع الايكوتي ايكوتي معناها عدالة ومساوأ تمام ان كل الناس كل الناس يكون في عندهم رعاية صحية كلهم مش مثلا فلان اه مثلا في بزبط يدخل على مستشفى وفلان لا لا ما شيفه بيحكوين انه هادي same quality all over the country كل الناس يعني يوصلوا لنفس الكواليتي لنفس اليما تحكوه جودة الصحة او جودة الرعاية الصحية تمام هلان دكتور حاطوا مثال انه ما تكون العاصمة مجهزة فقط وباقي المحافظات لا لا يعني مفروض انه كل المحافظات فيهم كلهم مستشفيات كتير منيحة يعني مش مثلا مستشفيات عماني منيحة مستشفيات اربد سيئة لا لا لازم كلهم يكونوا كتير منها اوكي تمام واخر شيء اللي هو عبارة عن يعني انه انا يكون معناها محور او دائرة او يعني ايش حكي لكم اه سنتر يعني هو ايش يحكي لكم الاشي الاساسي فاحنا لما نحكي معناها التركيز خلال كل هاي العملية على المريض تمام يعني انت كدكتور لما احنا نحكي انه انت بتطبق موضوع معناها انه انت كدكتور همك الاول والاخير يعني الاشي الوحيد اللي انت بتركيز عليه هو سلامة المريض هذا هو المقصود بالبايشنت سنتر تنس بايشنت اكيد كلكم تعرف معناها انه معناها مريض فالبايشنت سنتر تنس معناها انه كل التركيز كل الفوكس الي عندي انا كدكتور او انا كمستشفى انه انا المريض يتعالج المريض يتعالج احسن وهكذا تمام فمقراءها ما بعض اللي هي فوكس ميندلي او الا بينيفيت او بايشنت رايدا دان براكتيسنر يعني انه انا فوكس بركز خاص نصч على المينفيت على الفائدة 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 اللي بحصل عليها البايشنت تمام فهدولة اللي واحد اثنين ثلاث اربعة او امس اتوا هدولة الست شغلات هم الجولز هم الاهداف اللي انا نفسي اوصلهم عن طريق الهلث كير عن طريق الرعاية الصحية فاذا هدول الستة تحققوا معناها انه الهيلث كير تأتي كتير منيها والرعاية الصحية بهاي الدولة كتير منيحة كتير تم اوكي لهوا الحمد لله فلس منكون خلصنا كمان ثاني محاضرة لنا معكم اعطونا فيدباك احكولنا شو بتحبوا نضيف شو بتحبوا ما نضيف حلوا الاسئلة كمان اللي موجودة ولا تنسونا مسخلح تعوضكم يعطيكم الف عافية السلام عليكم